بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم أيها الأحبة جميعا الحاضرين ومن سيستمع إلى هذه المحاضرة من الصالون العراقي في لوس أنجلوس الصالون المعرفي الفكري الثقافي التنويري الحر الذي اعتدنا أن نأخذ فيه مساحة من الحرية نزداد وعيا وفكرا ونناقش ما يدور في بالنا وما يطرح من أفكار ومن شؤون الثقافة بمختلف مجالاتها وأبعادها هذا من جانب الصالون المنصة التي نتحدث منها اليوم من جانب آخر أنا كل فخر واعتزاز على المستوى الشخصي أن شرفني أستاذي وأستاذ الجيل الأكاديمي والناقد الكبير والاسم العراقي اللامع في ثقافتنا نحن المختصون والمشتغلون في مجال الأدب نعرف أسماء أساتذتنا الكبار الذين خطوا ملامح الثقافة العراقية وأسسوا لملامح الدرس النقد الأدب العراقي وواحد من الذين وضعوا بصمة كبيرة وأسسوا منذ بداياته إلى منهج وإلى تعاط علمي رصين هو الأستاذ صبري مسلم حمادي أنا اليوم أفتخر لأني على هذه المنصة ولأنني أمام هذا الأستاذ البجيل الذي عرفته منذ بدايات الوعي من خلال القراءة واليوم أتشرف أني أصبحت ليس فقط تلميذا بين يديه وإنما أفخر أنه يعدني من الأصدقاء الذين يشرفهم بأن يقدمونه في هذه الأمسية كذلك الموضوع الذي سيطرح اليوم هو موضوع أيضا كما أشير ويشار دائم موضوع هو يدخل في عمق التراثي وفي قدم الحضارة حتى أنه يقال أو كما سمعنا من الدكتور خزع الماجدي ومن الأستاذ الدكتور صبري وكثير من الأساتذة يعدونه هو العلم القديم السحر هو العلم القديم بل بدايات وبذور العلم باعتبار أنه محاولة لتحريك الأشياء يعني ليس التحريك السحر وإنما التحريك بمعنى تغيير الأشياء محاولة للبحث عن أصول الأشياء محاولة للتأثير في الكون والاستجابة لهذه التأثيرات وبالتالي هو سؤال في الكيف وهو سؤال العلمي وليس في سؤال لماذا أو من أين وهو سؤال الفلسفة وبالتالي كانت بذور العلم هي بذور سحرية يضاف إلى ذلك أن مثل هذا الموضوع ولأنه عميق وقديم استمر متجولا ومتجليا باختلافات كثيرة وما زال يعيش بين أظهرنا هذا السحر هذا المفهوم باختلاف مجالاته وتجلياته وبالتالي هو أيضا متاح وأسئلتنا حوله كثيرة وطويلة هناك بعض الأسماء التي تحتاج إلى فترة طويلة بعد الدرس والجهد لكي تؤسس لإسمها وهناك أسماء من أساكذتنا منذ اللحظة الأولى وضعت بصمة مسلم صبري حمادي البروفيسور الأستاذ الدكتور مسلم صبري حمادي من يراجع سيرته سيعرف أن هذا الرجل منذ اللحظة الأولى منذ الماجستير وضع بصمة في النقد والثقافة العربية وفي الأدب العربي حيث أنه بعد أن أخذ البكالوريوس في قسم اللغة العربية من الجامعة العتيدة الجامعة المستنصرية عام 73 وكان الأول على دورته لكن المائزة في ذلك هو الماجستير في جامعة القاهرة 78 كانت أثر التراث الشعبي في الرواية العراقية ولا أعتقد أن مهتما أو مثقفا مر على ثقافتنا وعلى التراث الشعبي وعلى الرواية وعلى السر لا يعرفوا أن هذا الكتاب منذ اللحظة الأولى أصبح مصدرا ومرجعا مهما في هذه الدراسات منذ اللحظة الأولى الأستاذ البروفيسور الدكتور صبري مسلم محمدي انطلق بقوة يعني حفر في مجال النقد والسردي بقوة ثم أكمل ذلك في الدكتوراه التي نالها من جامعة بغداد عام 84 في صورة البطل في الرواية العراقية من عام 28 إلى عام 80 وكانت أيضا أخذها بامتياز وهذا أيضا كتاب آخر أصبح من مصادرنا في الدرس السردي والنقدي الأدب العربي والعراقي بشكل عام وبالتالي أنا أقول أننا أمام قامة معرفية منذ أن شبت في مجال الدرس الأدبي فرعت نخلة كبيرة لتترك أثرا كبيرا في درسنا النقدي الثقافي التحق بالتدريس بجامعة الموصل سنة 86 بعد أخذ الدكتوراه ومكث فيها 10 عاما إلى عام 97 من 86 إلى 97 عمل أستاذا زائرا بكلية التربية أرحب في اليمن 99 إلى 2000 وعينا رئيسا لقسم اللغة العربية في كلية آدابها الجامعة في ذمار ثم نائبا لعميد الكلية نفسها منذ عام 2000 إلى 2004 وعاد رئيسا لقسم اللغة العربية منذ عام 2004 إلى 2009 الآن يزاولوا تدريس اللغة العربية لغير الناطقين بها بقسم اللغات الأجنبية في كلية وشناو في آن أربر ولاية ميشيغان أمريكا منذ عام 2011 إلى الآن الآن نحن بين يديك أيها الكبير أستاذنا الحبيب دكتور صبري مسلم حمادي وكلنا آذان صاغية لك وقلوب مستمعة فتفضل تسلم تسلم عزيزي كلك لطف دكتور رحمة شكرا جزيلا على هذا التقديم الجميل حقيقة أبدأ بأن أشكر أسرة الصالون الثقافي العراقي في لوس أنجلوس على تحت هذه الفرصة لي وهو الحقيقة أنا أحضرت الموضوع بناء على طلب من الصالون يمكن يمكن الأستاذ نزار أو أستاذ حازم طلب مني ذلك يعني قال هذا السحر والله يحتاج كذلك كنت بصدد الحكاية الشعبية وورد ذكر السحر طلب مني ذلك وشكرا أيضا على هذا الطلب طبعا أخص بالذكر الأستاذ نزار حمضة لأن تابعني حقيقة منذ البداية كما أشكر بأستاذ حازم القرعاوي وكل أعضاء هذا الصالون الهادث الذي نجح في حق الأمر أن يستقطب كل هذه الأسماء الأكاديمية المعروفة شكرا لهذا الصالون وإضافة إلى أني أشكر الحاضرين جميعا ويعني حذرا إذا لم نذكر أسماء بعضهم لأنه كثر بالنسبة لحقيقة يعني هو التفكير السحري التفكير السحري يفترض يعني هو مرحلة مرة بها الإنسان في طفولته الفكرية لكن المسألة كيف أن هذا التفكير لم ينتهي تماما لكي يليه يعني مثلا العلم الحديث أو مثلا الأديان المنطقية اللي جاءت بعد الأسطورة أو الفلسفة اليونانية والأغريقية اللي كانت على مفارقة في تاريخ التفكير الإنساني لا بقيت ترسباته ونحن بصدد ترسباته لكن ينبغي أن نفهمه يعني لا يعني أنه مثلا تفكير سابق غير منطقي تمام لكن لا ينبغي إهماله يعني هو ينطبق عليه ما ينطبق على الميثولوجيا عموما يعني على الأساطير على وجه الأمور فينبغي أن ندرسه وأن نفهمه وهذا الموضوع يدور على هذا الأساس يعني حقيقة وكما ذكرت هو له وجوه كثيرة هذا السهر نسميه علم السهر وإن كان هو علم كاذب أو علم زائف لأنه تلاهوا العلم العلم يعني العلم المنطقي وهذه مسألة العلم والمعلوم والسبب والمسبب هذه مرحلة لاحقة في تاريخ تطور الفكر الإنسان نحن الآن أمام مرحلة يعني تمتد ربما لخمسة آلاف سنة يعني إلى وقت التدوين لأننا قبل التدوين لا ندري ماذا كان أو كيف كان يفكر الإنسان لكنه بدأ بأجدادنا الآن السومريين والفراعنة والبابليين والعشورين بدأوا يكتبون ولذلك طلعنا على ما يكتبونه وهو كما تعرفون يعني هو مليء بالأفكار السهرية بمعنى أنهم يعقدون صلاة من الأشياء لآصلة بينها نهائيا من وجهة نظرنا وهذه أيضا مسألة أننا عادة يعني نفرض وجهة نظرنا وجهة نظر عصرنا على عصر سابق وهذه مشكلة قد يقع فيها كثير من الباحثين إذن ينبغي أن نأخذ المسألة في سياقاتها حقيقة أنا كما ذكرت يعني كتبت هذه ظاهرة السهر والقرن الحادي والعشرون ونشرتها في مجلة في مجلة الثقافة الشعبية ما تزال تصدر ويتستغطب أو يعني تحتضن هكذا موضوعات حقيقة وموجود يرأى استحريرها الشاعر علي عبدالله خليفة وأرجو أن يكون حاضرا بيننا أنا دعوته لحضور هذه المحاضرة إضافة لمقدمة بنخدون بين علم الاجتماع والفولكلور أيضا مشرت هناك وأيضا لدي مروج الذهب بين الفولكلور وعلم التاريخ كان هناك مجلة رصينة اسمها المأثورات الشعبية كانت تصدر في قطر وأيضا تستغطب هكذا موضوع ومشكورين يعني طبعوا لكتابا مشتركا مع الدكتور داود سلوم رحمه الله هو عن القصص الشعبية العراقية ظهر في مجلدين وسبق أن تحدثت عنه في هذه المنصة الجميلة وكما ذكرت أيضا هناك دراسة أخرى هي أيضا لا أتذكر أن نشرتها وهي عن جذور النقدة الاجتماعي في كتاب عيار الشعر اللي من طبعا طبعا العلوي حقيقة كما ذكرت يعني خلدون كان يذهب إلى السحرة ويحاول أن يفهم ماذا أو كيف يفكرون وكتب لنا مثلا هو ذكر أحدهم من من يمارس هكذا الأعيب السحرية ذكر أنه دانالي ماذا يقصد لا أدري هو لقب كما يبدو وكان قد كان ينصب على واحد اسمه مفلح مولى المقتدع هكذا هو لقبه ثلاث ميمات يكتب له ثلاث ميمات ويأتي بطريقة بحيث تبدو وكانها مكتوبة من ألف عام أو كذا ويقول لهذه يعني وجدتها في يعني في مكان مقدس أو شيء وهذا معناه أنك ستترق سيأتيك رزق كثير كذا كذا يبتزه ويأخذ منه أموالا وأيضا نصب على وزير آخر نفس الحاشية المقتدرة فيذكره يعني هو الظاهر يعرفه معرفة شخصية وأشياء أخرى سنمر عليها سريعا إذا سمح الوقت وبذلك والوقت كم الآن يا أستاذ أحمد حتى بيتمع في مجال عندك مجال كثير أستاذ الله يتسلم المروج الذهب بين الفوليكلور وعلى المتاريخ المسعودي أيضا هذا الرجل مثلا يذكر هذا البيت الشعر المشهور وقبره حرب في مكان قفري وليس قرب قبري حرب قبره هذا البيت يقول طبعا هذا أنشأه شاعر وجني يعني هو جني شاعر أو شاعر جني لأنه هذا ماذا فعل هذا قتل حرب ابن أمي قتله طبعا هو شق بمعنى تخيلوا أنه إنسان مشفوق بالنص بالنص بالنصف يعني نصف إنسان فهذا مرعب أكيد بس هو يرجع ويقول الواحد هذا هو المسعودي يقول الواحد بالصحراء ووحده إلى نفسه يجبون ويبدي يتخيل ما في شيء اسمه هكذا يزمو الشق ويظهر ويقتل ويقول شاعر نعم فهو الرجل أيضا يعني هو واعي مثل ابن خلدون واعي المسألة هي مجرد أخيله لكنه يذكرها لأنه يقول الناس يقولون هكذا نفس الشيء بالنسبة الجذور النقدة لاجتماعي كتاب عيار الشعر يعني يقول مثلا أنت تقرأ لأحد الشعراء الجاهليين يخاطب الله جل شأنه وتعرفون أنه ترى الجاهليون كانوا يعرفون الله يعرفون إسم الله ويفكرونه لكنه يعتقدون أن هذه الأسلام يعني هي تقربهم إلى الله جل شأنه لكن فالمهم يخاطب ربه يقول وهبتها وأنت ذم تناني تفقأ فيها أعين البعران فضل كيف تفهم هذا البيت الشعر كيف أنت وهبتها يا رب لهذه الإبل الكثير وتفقأ بها تفقأ فيها أعين البعران يعني الواحد هو الحائر فهو بن تطاطب الرجل في غاية الذكاء حقيقة يقول لا نستطيع نفهم هذا ما لم نفهم الحكاية الخرافية التالي أنهم حينما تبلغ عدد الإبل ألفا حينما تبلغ ألف يفقأون المسكين البعير الفح الكبير تفقأ إحدى عينه يعني سووا أعور المسكين وبدون ذن إذا بلغت أكثر من ألف يفقأون عينه الأخرى يصير أعمل لماذا يفعلون ذلك يعني ذلك لنغطرد للعين والأشرار وكذا شيء من هذا المسألة الأخرى التي ودت أشيري لها أنه هي كما ذكرت يعني هي مرحلة مرة بها العقل البشري مرحلة العلم الزائف قبل العلم العلم اللي نحن بصدده إذن ينبغي أن نتعرف على هذه المرحلة يعني المرحلة السهرية لأنها ضرورية يعني واحدة أو واحدة من مراحل التطور البشري مثل اهتمامنا بالأساطير وكذا ينبغي أن نفهمها طبعا وبدأ أن نفهم أنه سهور السهرية والتبكير السهرية على وجه العموم هو القصور التكنولوجي يعني القصور الآلي يعني غياب التقنية اللي الآن نسيطف فيها على كثير من مظاهر الطبيعة لكن الإنسان لم يكن يمنك ذلك وماذا يفعل حتى على صعيد سيكولوجي هو أحيانا اللي محروم مثلا من الطعام من الجنس من الحنان يتخيل أشياء ويبدأ يبدأ بتخيل أشياء حتى يشبع هذه الرغبة لأنه رغبة الإنسان بحاجة إليه يعني هو يحتاج هذه الأشياء لا يستطيع أن يحققها في عالم الواقع فيحققها عن طريق الأخير نفس الشيء منطق الأسطورة والمنطق السهر أنا لا بأس أن أقرأ لكم استهلالة بحث ظاهرة السهر والقرن الحادي والعشرون ونحن الآن تقريبا قضينا أكثر من خمسه من خمس هذا القرن والله كيف هذه السنين تمر لا ندري تمر ومسرعة هكذا مسرعة جدا على أي حال لا ريب في أن استمرار بعض الممارسات السحرية بعد أن توغلنا في هذا القرن الواحد والعشرين مما يثير الاستغرار يعني إنسان يعني هذا العصر يفترض أن يكون خلاصة لمسيرة إنسانية طويلة وأن ذهنه قد نمى وبما يتناسب مع هذه الإنجازات التكنولوجية الهائلة قياسا بعصر الأدوات البداية مثلا وتفكير الإنسان الأول الذي قد يطلق عليه بعض علماء الأثروبولوجيا يسمون الإنسان البداية لكن بعضهم لا يقول تسمة إنسان البداية هذه قاسية ينبغى أن يسمى الإنسان الأول وليس البداية لأنه ليس لدائيا هو يعني هناك اكتشافات أهم يمكن من التكنولوجيا هاي كلها مثلا اكتشاف النار مثلا يعني هو أيضا في سياق مرحلته هو أيضا عظيم وراع لأنه الخطأ أننا نعكس نقول ليش ما اكتشف الطيارة وليش ما اكتشف السيارة وليش ما عنده كومبيوتر هذا الكلام لا يجود لأنه مثل مرحلة وسياق معينة المهم طبعا هذا العصر لا مثيل له يعني حقيقة هو هذا العصر عصر عجيب غريب وإن كان هو أيضا من طريق ما يذكر أنه هو حقيقة نمى نموه سرطانيا تجاه الأسلحة الذرية والنووية التي قد تقضي على هذا الكوكب الحياة على هذا الكوكب تماما وأيضا هو ناقل للسحر الآن العلم الكاذب هذا العلم الصح اللي هو الآن ينقل لأنه كثير أنا والله استغربت يعني فتحت هاي الجهاز من تفتحه وتكتب ذول السحرة أو كذا وخصوصا شغلة الأبراج ويتجد مثلا أسماء كثيرة ويعطون أرقام تليفوناتهم وهناك ملايين من يتبعونهم ويصدقون بهم يعني هذه المسألة يعني دليل على أنه هذا سحر كان سيبقى يعني كأثم بعض الناس لكن لا بس بالتوعية يعني نحن كشريحة مثقفة صح ليس لنا يعني ذاك التأثير عن الناس لكن ضروري أن يعني ربما إذا استطعنا نقنع يعني مجموعة واحد في الأقل نكون قد أنجزنا شيء المهم يعني إذا كان المنطق العلمي مثلا هو سمة في سمة هذا العصر أو كما يفترض أن يكون فأن الإنسان الأول لم يكن بهذا القدر من الإدراك بحيث يربط بين الأسباب ومسبباتها ومسبباتها ونتائجها لذلك فهو ينطلق من منطقه الخاص الذي نعده اليوم أساسا لنشوء السعر يعني كما ذكرت مرة أخرى أكرر ربما على الأشياء إنها مهمة يعني العلة والمعلوم والسبب والمسبب كلها هذه إنجازات عصرية لاحقة للسحر فكنا إذن بصدد تايلر وهذا الرجل يعني قدم أحمد أبو زيد من مصري أيضا انتروفولوجي معتظر حقيقة ويعني يقول أنه وأنا قلت يمكن الانتروفولوجيون متفقون على النوعي السحر يعني السحر المحاكات التشابهي والسحر الاتصالي أو التلامس حتى نوضح هذه المسألة يعني المحاكات بمعنى أنه يحاكي مظاهر الطبيعة كي مثلا كي تنطق لأن تعرفون جد مشكلة بنسبة البشرية جمعا ولذلك وقت الجفاف الشعوب تختلف اسلوب تعبيرها عن هذه المشكلة أو المصيبة التي تصريب البشر وهي مسألة الجفاف فماذا يفعل يقلدون يعني البدايون يقلدون صوت البرق مثلا أو صوت الرعد أو حركات البرق يعني أو مثلا يقول لي حد وقت قريب هذا تايلر في أوروبا هاي الشعوب اللي نعتبرها احنا متقدمة كانوا مثلا يجيبون يعني شمال لأمريكا جماعتنا كانوا يجيبون صبية ويلبسوها فوب ورق أخضر ويبدأون يصبون الماء فوق رأسها يعني حتى الطبيعة تشاهد هالمشهد وينزل المطر هذا السحر محاكات أو مثلا 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 إنسان الساحر يطلب صورة للشخص أو حتى اسمه يعني هو محاكات للشخص اسمه أو صورته فيحدث بها الضرر حتى يحدث الضرر بمن إذا كان الغرض إذا كان الغرض هو سحر أسود يعني الحاق الضرر للشخص وإذا كان محبة أيضا يجري عليها تقوس مختلفة أيضا كي يحب مثلا زوجته أو يحب الشخص الذي يريد أن يتقرب إليه هذه محاكات لكن التلامس الاتصال لا جزء من الشخص كان يكون خصلة من شعره حتى لو قلامة ظفره حتى لو فضلاته ويجري عليها السحر فإذا أجرى عليه السحر يعني أجرى عليها الضرر يحصل الضرر على الأقصال ونفس الشيء إذا كانت محبة أو جزء من ملابسه يعني أيضا يعنيها تلامس جسده فهذه ممكن إجراء السحر عليها طبعا الباحث الآخر المهم جدا في مجال التروبولوجيا هو جيمس فريزر أبو كتاب شهير عند الغصد الذهبي مجلداتها عن يعني شعوب وأمثلة على أنواع السحر الذي يعني يمارسونه يعني السحر هو قد يقسم أيضا نظري وعملي عن تفكير السحرية ونظر لكن ممارسات السحرية مثلا حتى من أجلين الحب أو نكره هذه لا سحر عملي فجيمس فريزر لديه كتابان مهمان هو كتاب جدا مشهور اللي هو الغصد الذهبي وعنده كتاب آخر الفوليكلور في العهد القديم درس العهد القديم بمعنى الثورات يحصد درس الفوليكلور فيها يعني الحكايات أو القصص قصص الأنبياء بتأكيد يعني مثل قصة آدم قصة نوح قصة مثلا إبراهيم ويعني أرجع أرجع بعضها يعني حسب وجهة طغره إلى الأسطورة أن أبو أبو الغصد الذهبي هذا يعني يورد يعني خلاصة عن النوع السهر شي يقول يقول فإذا حللنا مبادئ الفكر الذي يقوم عليه الذي يقوم عليها السهر أنه يحتمل أن نجدها تنحصر والرجل يحتمل شوف الحذر الأكاديمي وأكاديمي مضوط أن نجدها تنحصر في مبدئين اثنين الأول هو أن الشبيه ينتج الشبيه أو أن المعلول يشبه علته والثاني هو أن الأشياء التي كانت متصلة ببعضها في وقت ما تستمر في التأثير ببعضها بعضا من بعيد بعد أن تنفصل فيزيقيا يعني أنت خلامة ظفرك ممكن تأثر عليك وهي بعيدة عنك أو خصلة شعرك ويمكن أن نسمي المبدأ الأول قانون التشابه والمحاكات وأن نسمي المبدأ الثاني قانون الاتصال أو التلامس فهذه هو إذن هذان هما نوعات سحر وهاي متفق عليهم عند الانترولوجيين أيضا هناك فرانكفورت يعني الرجل هذا مهم اسمه قبل الفلسفة يعني وضح السحر الاتصالي يقول أن الإنسان الأول يعجز عن الفتك بأعدائه فإنه يبحث عن بقايا وأجزاء يقتنصها من أعدائه قد تكون خصلة شعر أو قلامة ضف أو رداء كان يستر به جسده المهم أن يكون هذا الجزء ملامسا لجسد العدو مهم جدا هذا حيث يتم حرقه وتمزيقه فيحترق قلب العدو كما يعتقد الإنسان الأول وتتمزق أحشاؤه ويصيبه الضرر ذاته الذي أصابه الأجزاء الملامسة لجسده وقد يكون اسم الشخص أيضا مهم جدا عرضا للممارسة السحرية من نواط السحر الاتصالي كأنه بديل لصاحبه فلدينا مثلا يقول عدد هذا نص عدد من الأقداح الفخارية هذه لفرانكفورت ما قبل الفلسفة يقول لدينا دليل على هذا أنه هناك عدد من الأقداح الفخارية الكبيرة نقش عليها ملوك المملكة الوسطى المصريون أسماء القبائل المعادية لها لهم وأسماء حكامها وأسماء بعض المتمردين وكانت هذه الأقداح تحطم في احتفال ديني مهي يعني إذا تحطم اسم الشخص يتحطم هو وهو بعيد يعني هذا السحر تشابه يعني كون اسمها الشخص الآخر المهم جدا هو باحث مهم أليكزاندر هجر تيقرار هذا عند كتاب اسمه علم الفوليكلور أيضا يذكر نفس الشيء يقول تصالي ويورد نماذج وأنثلة على نوعي نمطي السحر يقول مثلا ومن ذلك حرص الساحر أو الساحرة على الحصول على صورة من الشمع للشخص الذي يراد الحاق الضرر به ثم تطعن الصورة بمدية أو تصهر فوق ألسنة النار وكما تدمر الصورة على هذا النحو فإن الشخص الذي تمثله الصورة سيمرض ويلقى حتفه حسب ما يعتقد الإنسان الأول من هذا المنطلق يعني كثير من الشعور يقول لك شعور متخلف القديم يعني يحاول أن يحجب بقاياه عن الأنظار ويتلف كي لا يلحق به ضرر السحر خائف من السحر لا تتخيل أنه الإنسان الأول يعني اللي ما كان له دين هو حر أبدا هو أيضا حتى ملعمد قلقامش كان اللي يسند قلقامش هو شمش إلى الشمس ولذلك هو بمشيء الشمس يتحرك لكن مثلا الخنبابة العدو كان منشيئة إنليل إلى الريح وكلهما جبار يعني الإنسان عنده فكرة خصصا الشمس في العراق في الصيف شون جبارة واللي إنليل هذا أبو الريح هذا هنا أيضا جبار لأنه أحيانا هذه العواصف زمجرة العواصف تخيف الإنسان ما دالت تخيفه يمكن لحد هذه اللحظة على الاتحال يقول بشمال أمريكا ربعنا مثلا يريد أن يخرج لصيد الدببة هنا الإنسان هنا فأنه يصنع دبا من القش أو من أي مادة أفرات ما يرميه برمحه في اليوم السابق لخروجه للصيد ويعتقد أنه ما دام أفلح في صيد هذلك الدب فهو لابد أن ينجح أيضا حينما يصد هو نوع أيضا من المكرج عن التشجيع لنفسه ولكذا لكن هو لا مؤمن بهذا يعني نحن نقول الآن يشجع على أنه متأكد راح يصدل هذا الشيء على يتهال بدأ الإنسان الأول يعني يربط لأول مرة بين الأشياء يعني إذا صب الماء على جسد صبية كما ذكرنا المثال فهو إنما يقلد الطبيعة كي تفعل الشيء نفسه وإذا أخذ جزء من جسد فهذا أيضا يعتبر بالنسبة إلي هذه الصلة سويا لا يفترضها لكن هو متأكد أنها قائمة متأكد أن هذا الشيء سوف يحضر سوف يحصل لكننا احنا طبعا كمنطق آخر مختلف وعصر آخر مختلف وسياقات مختلفة لا نؤمن بهذا بعد أن تطورنا والفكرة أنه محاكمة معطيات عصر بمعايير أصر آخر الباحث الحقيقي ينبغي أن يتجنبها تماما وعلى حضرة العباسية أكيد كانت أمة الحضرة لكن مثلا لم يصنع طيارة ولا صنع سيارة وهذا ليس عيبا يعني لا نقل أنها عيب أو لماذا لم يفعلوا كذا لأن هناك سياقات لكل عصر هناك كما ذكرنا هذا مثلا مثلا أمثال سحر المحاكات قواعد التنجيم قواعد التنجيم يعني هي أيضا فيها رمزية مباشرة تقريبا وهي أيضا نوع من التداعي والمماثلة يعني كيف تظهر هذه الرمزية تظهر من خلال حساب الطوالع على أساس وقت الميلاد المظنون أو الإنسان الأول يعتقد أنه هناك علاقة قوية مباشرة بين الشوكب أو النجم الذي كان طالعا في السماء من الشرق وقت مولد الطفل وهذا الكوكب له علاقة قوية بحياة الطفل ومستقبله وأيضا مصيره وطبعا هو نجم بالسماء وأنا موجود هنا كيف لا علاقة عن حقيقة ولو هذا العالم أيضا غامب سحري حقيقة يعني يعني وجود الإنسان على هذا الكوكب هو ملغز أيضا هو خجيب حقيقة يعني هذه حركة سريعة للأرض ودوران حول الشمس وكذا تكاد تكون أشبع أيضا بشيء لا يصدر المهم أيضا التطير والمنطق السحري هذا ما يذكرها أيضا يذكرها المثروبولوجينيون يعني مثلا تايلر شي يقول يقول مثلا كثير من الشعوب تتفاعل أو تتشاعل من رؤية الطيور البيضاء مثلا تفاعل طيور السوداء أو رؤية بعض الحيوانات ومن اتجاه طيرانها أو سيرها عندها معروفة هاي السانح والبارح يعني إذا الطير مر من جهة اليمين وهو يعني يدل على التفاول من جهة البارح من جهة الشمال وهو إذن أحيانا لا يخضج للصيد إذا حصل يعني هو متأكد هذا صح حتى الاستقسام بالأزلام هو مؤرسة سحرية المهم وأيضا ارتباط لاحظ اليد اليمنى بالخير الذي يسرع بالشر أيضا وأيضا الصقور الصقور كان الدليل كفاعل يعني بيئة صراع البيئة القديمة لأنه ينبغي أن تتصارح حتى تعيز أيضا مثلا رؤية الصقر الجارح العنيف هذا يعتبر فالحسن بالغزوات خصوصا وهناك أيضا شعوب أخرى يقرؤوا رئة الطيور أكبادها وأحشاءها ويتشاؤمون بعضهم من المرأة والدار والفرس والعتبات البيوت البيوت عتبات ونواصل يعني القصة والعتب مهمة جدا عند الإنسان البداية وهي حتى عدنا بعض الناس يعني مثلا ليش يطل بيضة على العتدة أو يذب على طلي من هذا الباب حتى لا يضر يعني وما لا علاقة طبعا الطلي المسكين ما لا علاقة حتى البيت كان بعد مثلا مرور شهر أو شهر أو سنة أو أكثر لا بد أن يموت شخص من داخل تمام يعني هذا لا يدفع مثلا القدر على اتحال العرافة والكهانة عند جماعتنا العرافة تتسلل إلى كثير من المظاهر السحرية وهذه السانح والبارحة تعرفونه الآن ذكرنا أيضا هي تمام يعني هي بداية القد مثلا حتى إذا نقول لأنه مثلا عروب من الورج يقول فقلت لعراف اليمامة داوني فإنك إن داويتني لطبيبه هو كاهن والكهنة والمنطق السحري موجود لأنه العلاقة بالسعودة والنحوسة كما عبر ابن خلدون في مقدمته وإيضان خطع الروم اللي يتحدث يقول لفلان هذا راح ينتصر اللان راح كذا وتتذكرون حكاية لقمان ولوبد لوبد هو القرين لقمان وطائر نسل وهذا النسل وقع أمام لقمان يعني في نهاية حياته وقع على شجرة الغطر هكذا ورد فدعاه ليطعمه من لحم قد ضعه لاحظ فأراد لوبد أن ينهض فلم يطف فماذا قال له بها اللحظة لقمان يسجع انهض لوبد يعني عود انهض أنت الأبد لا تقطع بالأمد ما قدر يسجع خطيئة وقع النسل يعني ميتا ووقع بعده مباشرة لقمان ميتا وطبعا هذا هذا الرواية يقول لله ليس هناك شيء أكيد يعني بالنسبة تعرفون شريعة حمراضي بها ميتين واثنين وثمانين مادة ثاني مادة هي مادة السحر لكن معالجة السحر في تفكير سحري آخر في طاقة السحري آخر إيش ورد فيها مسألة حمراضي يقول إذا رجل اتهم رجل بتومة السحر ماذا يحصل المتهن والمتهن المتهم اللي هو قيل له أنت ساحر أنت تمارس السحر هذا يروح هناك نهر معين لازم يجتاز هذا النهر أكيد الفرات وهذا حريب جدا المسكن إذا ما يعرف يسبح هذا المسكن السحر يغرق إذا غرق السحر هذا الذي اتهمه بالسحر يأخذ ماله وداره حتى داره المتهم يعني إذا واحد تأكد أنه صاحب ما يعرف يسبح يقدر يتهم بس إذا تبين أنه نجا هذا الرجل بطريقة أو بأخرى يعدم المتهم يعدم هكذا حسب شريعة همراضي بالنسبة للإسلام وهذه مسألة جدا حساسة تعركوا المتدينين يعني مو مسألة يعني واحد حارش لكن هي الحقيقة هو السحر مرفوض تماما من الأديان الثلاثة يعني السلطة الدينية تكره السحر وترقوض وتدين يكره السحر لماذا يعني وتدين يكلوا كل شيء إلى الله جل شاء لكن هذا المدعي اللي هو المحتال السحر يدعي أنه يسير شياطين وجن في سبيل أن يحق يقرر بثك وهو كاذب لكن ماذا يفعل يفعل يضع احتماله مثلا هناك سابقا مثلا هناك غزو فهو يحسب يعني لازم يحسب أكو حساب معين حساب النيم يسموه يحسب يقول هذا اللي راح ينتصر فلان على فلان يحسب اسمه واسمه واشتير كاميرا ومعداد وكذا معقدة حتى يقول هذا كذا هو طبعا لو ينتصر لو ينتصر 50% تمام فاذا انتصر هو يشفر صدر يقول شوف يعني عرف لكن من ينكسر يقول لا أنتو ما حقفتم أنا طلبت كذا مثلا كبدة ثور أسو تجبت كبدة جوز ما ثور أكثر بيا أو ما أدري ثور جوزي يعني هو يتحجج لأنه يطلب طلبات واستحيل كما سنرى السحر مفهوظ أنا عدت كم مرة ذكر لفظ السحر ولفظ الساحر ولفظ السحرة كثيرة كثيرة لكن هناك كتاب حقيقة عجبني ودكتور عبد السلام السكري السحر بين الحقيقة والوهم وأنا أيضا أطرح عليكم هذا السؤال هو أطرح السؤال التالي هل السحر حقيقة؟ هذا هو السؤال وأظن مطروح على الجميع أنا أسمع إجابة الرأي الأول هو رأي يقول جمهور أهل السنة وعامة العلماء يقولون نعم السحر حقيقة الرأي الآخر الرأي عامة المعتزلة والقدرية وأبي إسحاق الاستراباد من علماء الشافعية وأبي بكر الرازي من الحنفية هو طبعا دكتور السكري رجح الرأي الأول لا ما في شيء يقول على الرأي الثاني يقول أن ما يقع من السحر محظ خيالات باطلة هاي رأي الثاني وتضليل وأنه من أبواب الشعوذة فلا تأثير له إذا ملبت لا في مرض ولا قتل ولا حل ولا عقد وإنما هو تخيل لأعين الناظرين ولا حقيقة له سوى ذلك طبعا أنا مو تماما ويالرأي الثاني لكن أعتقد أنه إذا بقي الشعر السحر في مجال مكائل وكمائل وشمائل وكذا هاي الأسماء هاروت ماروت ياروت فاروت هم يحبون السجع ما أدري ليش السحرة المهم وأسماء غريبة عجيبة وأجواء بخور كذا تعطي هيبة الساحة إذا بقي في هذا الإطار ويكتب عني مثلا وريد يؤذيني خليك تبدأ الصدق يعني ما راح يؤذيني على وجه الإطلاق اكتب اكتب اخذ راحتك سواء يريد محبة يريد كرة لا تأثير له البت كما قال هذا الرجل لكن متى يكون التأثير المشكلة أنه أحيانا يعني هذا حصل يعني داخل بيتك عندك امرأة جاهلة سواء زوجتك بنتك أمك وتعتقد أنه أنت تريدك تنشدع لها أكثر وأن لا تحب قصة النساء يعني كثير مهنة يعني لا أقصد كل النساء لا طبعا الخطاب هذا ضد النساء يعني مثلا تريد تسوي سحر الشدة أكثر من ضراتها أو ربما الزوجة الثانية أو الثالثة يعني تعرفون الشرع يحل الأربع ماذا تفعل تضع له شيء في الطعام الشيء هذا ربما مادة كيميائية تقضي عليه وحصل هذا أو تضع فيها فضلات يعني جزء من السحر الفضلات تدخل هاي هي المشكلة إذا امرأة جاهلة تضع لك شيء بالطعام يقضي عليك وحصل هذا وأنا أعرف أسم ما يعني كنت أعتقد هذا وربما يكون هذا الاعتقاظ صحيحا لأنه تضع له شيئا ربما من فضلاته حتى يتعلق بها لأنه يعني واحدة من المعتقدات هذه أو أي تمادة كيميائية جزء أثر على جهاز الهضمي أكيد أو على جهاز العصبي وقد تقضي على الرجل لا يتحر فأنا أتيح شخصيا لأن أطل على كراريس السحرة يعني مثلا كراريس السحرة جلب المحبة في كتاب اسمه تسخير الشياطين في وصال العاشقين ومن المؤلف الفلكي المشهور هو عبد الفتاح السيد الطوخي مصري تمام وهذه طبعا أنا أخصص إلى هاي الصفحة وهذه الصفحة شوف هاي المستطيل هذا هو يسوي الطوخي هذا من إنجازات الطوخي كثير شوفوا هل ترونه تحت المربعات اللي بيها حروف ايه هذه لا علاقة لبعضها وأعداد كثيرة جدا لكن شنو يقول شي جديد حقيقا لأول مرة أسمعه يقول يعني واحد اسمه زيتون بن إبليس أنا أول مرة أسمع أنه إبليس عنده ولد اسم زيتون على كل حال يقول هذا تسخير الشياطين هذا يعني أنت ممكن هو مسؤول عن المحبة هذا زيتون ويمكنك واحد لأخ اسمه لحظة سأشوفه ها سيرد اسموه هذا يقول هو كذا يقول تأخذ سراجا جديدا يعني إذا عتيق ما يصيب طلبات الساحر التعجزية لازم تدور على سراج جديد من طين الفخار الغباري وتكتب الفلاسم الآتي هاروت وماروت أجب أمرك بكذا كذا هاروت وماروت أخطف يا أحمر نحن أزرق الحقيقة للمشيقان المهم هاروت وماروت عجل يا برقان برقان هذا اسم جديد يمكنهم ابن إبليس أو ابن شيطان آخر الآية هذه الأسماء تكتبها على خرقة جديدة من الكتان الأدير ثم توقضها في قطران وزيت حار وتتلو القسم خمسة وأربعين ورش في طلبات التعجيزية إذا تغلط سوينا أربعة وربعين يقول لك هذا هو البطل السحر طبعا ما تلوق 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 خمسة وأربعين مرة كل ليلة مدة ثلاث ليالي أيضا أحيانا يعني الليلة أيضا يقول لك لازم مثلا ليلة العشرين من رجب أو من شعبان تظل تنتظر كذا حتى تتلو هذا القسم يقول هذي هذي طبعا يسهل الساحر مهمة أن يبرر فشله وأيضا مثلا عقد المرأة يعني كيف تعقد المرأة يعني يقول هذا الجن الأشرار طبعا هو تعامل مع الأشرار ما يجن هو يعرف نفسه أنه هو يعني مطارد من السلطة الدينية ومن السلطة السياسية ولذلك لماذا تخاف أنه يمكن السلطة السياسية هاحد الآراء تقول أن الساحر هو سلف السياسي الآن طبعا لكن يعني يفترض بالسياسي الآن أن يكون محتالة لذلك المتدين ما يصلح سياسية يسقط كمتدين يسقط كسياسي يسقط فيك المهم فالجن الشرير المسؤول عن هذا عقد المرأة دكائل ومباماثل وغصائل وحبايل ومعايل وبدائل وأسايل توكلوا يا خدام هذه الأسماء وعقدوا فلانة بنت فلانة عن جميع الرجال وأن تغورها تغويرها في الحقد وهذه طبعا العزيمة مشفوعة بخاتم يتضمن حروفا هاي نفس الشيء بنسبة قراءة الكيف يعني يقول لك هذا الكيف موجود بأولا خط العمر معروف عمرك من خلال الكيف وخط الحظ أيضا حظك يعني ويا الحظ كلمة نسبية تماما ليس هناك شيء اسمه حق يعني هناك أنه إنسان يعني يتوصل ظروف مثلا تشجعه أو تساعده على أن يصل أهدافه وأيضا يشوف قراءة الكف المنطق السحري هذا واحد يعني كلش واثق من نفسه ومسمي كتابة الدليل الصغير لقراءة الكف نعم زيان الدليل الصغير مو كبير عفوا يقول الرجل ذو الهيئة الإدارية عدا يد ضيقة طويلة وخط الحياة يحيط بمرتفع فينوس السلامية الثانية اللي إبهام أكثر طولا لكن الطبيب الجراح السلامية الثانية للسبابة متينة وأكثر طولا من الأصابع الأخرى بس المهندس عدا يد مربعة ونهايات ملعقية عنده الأصبع الوصلة يعني أيضا يعني هذا منطق سحري طبعا لأنه يعقد سلات لا سلات بينها بالطريقة ما يذكره علماء الفلور الأوروبيون يقول أنه عدد يقولون عدد الساحرات هناك عبر الإجالة أكثر من عدد يعني الساحرين من الرجال أو السحرة من الرجال وكان طبعا كان الكنيسة تحرق الساحر وأحيانا لسبب سياسي بس يقال أنها ساحر مثل جان دارك الفرنسية اللي ثارت على استعمار الإنجليزي أنا ذا البريطاني يعني أحرقت بتهمة السحر ونحن نعرف أنه هي سياسية وما لا علاقة لها بالسحر والرواسل السحرية ترى موجودة عند كل شعوب لكن شكلها مختلف شوان النباتة الطبيعي بس مختلف تماما وأنا حقيقة يعني قد تلاتة استغرب واحد يقوط طائرة ويؤمن مثلا بأنه إذا شوف غرابة سود ذاك اليوم يتكدر اليوم كل علي وانا وانا إلى حد قريب كنت أعتقد كان جدي الله يرحم ويأدى قصيدة شوف تلاتة مثلا الأحد كذا بس إذا جئت الثلاثة كذا ففي ساعاتها هرق الدماء كنت أعتقد أنه الثلاثة هي أسوأ بعدين أنا دفتر مذكرات تبين الثلاثة كل الأشياء السارة كذا حصلت يوم الثلاثة ها وإن رمت حجامت في الثلاثة في الثلاثة ففي ساعات هرق الدماء سنة فالمس كنت شعلي بالهرق الدماء يعني ماليزيا أنا حقيقة زرت ماليزيا شفت كان أحد أقارب يقالب هناك فكان أحدهم هو المسؤول عن الكمبيوترات في الجامعة كلها لكن لاحظت أنه يضع شيء أخضر على جبهتي فسألت هذا التمييد العراقي هو من أقارب قلت هذا ليش حاط هاي شنو قال لي هاي لا هاي فضلات البقرة قال ليش أحاط قال مو يتبرك بها يعبد البقرة أنا شفت بعيني طبعا هناك فيديو أنا رأيته فعلا هناك يعني ناس إلى أحد هاي اللحظة يعني يعبدون البقرة وينتظروا عن تباركهم كانت مدربين بقرة فعلا تضع يعني طرفها الأيمن الأيمن تضعها على صدر الشخص وسعيدها بدون أن تؤذين أكيد مدربة فإذن هناك تقسيم أنه أود على ذكر الأخ دكتور أحمد قال يعني مثلا خلصت الأسطورة والسحر كذا يجى دور الدين الدين منطقي طبعا يقول لك هذا يقول لا بد أن يكون لك فقات يعني سبب مسبب وراء الدين الفلسفة الفلسفة الاغريقية الفلسفة راقية هي أيضا نقلة الذهن البشر وراء طبعا مثل ما تفضل إذن ذكرني دكتور أحمد يعني الفلسفة طرحت ما هي الحياة ما هو الموت ما هو ما هو الوجود العلم لا ذهب مباشرة ما بدأ على هالسؤال ما هي الحياة كل هذا الساعة أخذ سايتو سايتو بلازر يعني الخلية النباتية الخلية الحيوانية الخلية وأطبق عليه نفس الشيف شنو هذا الوجود أخذ الذرة وبدأ إليكترونات وبروتونات وكذا فصار ما يسمى بالعلم الحديث الآن هذه المراحل مو يعني خلصت مرحلة وبدأ المرحلة الثانية وراء الثالث الرابعة لا هاي الأربع مراحل الموجودة عند كل الشعوب الآن في هاي الله وفي ذهن بشر واحد احنا ربما بعضنا يمكن من قراءاتنا من ثقافاتنا تخلصنا من كثير من شوائب من الرواسل لكن خصوة من الناس ما زال أربع أشياء في ذهنه يعني السهر بباله موجود وموجودة ايضا هو متدين لابة وهو ايضا متفلسف عند رأي بالحياة وهو ايضا يعني على الأقل يدير الكمبيوتر الشخص الذي يحمله معه او حتى الهاتف الآن يحتاج شيء من العلم مشكلة قراءة الأبراج نفس المشكلة ايضا هذه يعني بس تقسيمنا الى سحر أبيض سحر أسود يبدو للسحر ليس فيه أبيض لأنه قائم عن الوهم حتى السحر الأبيض سواء تقرأ المرات واحد يسمع مثلا انت مثل هذه الأغنية اللي يقول لك كيف تسمعه وراك سفر وصرة فلوس يعني ما يضرك بس يعني هو أيضا يعني لا لا تحتاجه يعني ينبغي أن تنبذه كعقلية معاصرة كما أرى لكن على كل حال يعني السحر ليس فيه من وجهة نظري سحر أبيض وأسود لكنه يقسم على هذا الأساس يعني المحبة مثلا سحر أبيض وإن كان هذا يذكرني برواية لجعفر الخليل يعني قاعدة رواية اسمها الضاية البطل معناته هي مشكلة أخرى كانوا يؤمنون بها أنه جنية قد تحب تحب بشر وتأخذوا معها فأخذت هذا بطل الرواية الضاية إلى هناك لا بطل في قرى الجن الضاية لا بطلها زرويش لكن ذكي هو لا يؤمن كذا ويكتب لها شغلات يعني مثل بسم الله رحمة 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 يعطيها قبلها هذا دعاء ورح يحب جزوجيش بس أنت شون شوية يعني أنت مهتمة بي زين الشي تقدمي لك كل يوم زين بالغداء هو الشاب شون التعاملي يعني إذا يغضب شون تقول لي لي فهو يطياد الروس بالله وينجح في ذلك بس هو حقيقة العمل مو على الكتابات اللي كتبها لا مع الكلام اللي قال اللي هي على كلها فهل يعتبر أبيض لا على كلها الرأيي يانج لطيف هذا بالإنسان ورموزه حقيقة كتاب جميل والله مترجم أنا قرأته وكنت معجب عند هذا الكتاب يقول هذا الإنسان مزيج عجيب من ميزات مكتسبة يعني والإنسان حقيقة على وجه العمو هو ليس كائنا المنطقية عمو دائما منطق حتى أحنا اللي ندعي أننا منطقي ودائما منطقي لا أحيانا تصرف تصرف مو منطق ولذلك هذه مشكلة مع الشعور اللاشعور حقيقة يقول لك هذا العمل على اللاشعور ممكن تسمع مستحيل يسويها من مجهة نظرك عقل هو سواها ما تدري هاي الترسبات الموجودة بالعقل الباطل هي اللي دفعتها أن يفعل ذلك على كل حال يمكن الحديث من هذا الجانب أيضا طويل جدا حقيقة يعني هذا إحنا في وضع تقدم لحد الآن وما ندري ولو هذي ما ندري هذي قد تكون حرب بيولوجية مقنعة ربما تكشف في الأيام هاي مسألة الفيروس كوفيد ما شنو هذا بس إذا مثلا فعلا سيطر عليه يقال في مطلع هاي 22 ومنتصف 22 يسيطر عليه إن شاء الله يحصل هذا وإذا ما حصل سونامي مضروف في مئة وإذا ما حصل حرب ذرية فإنسان يتطور وربما ربما في يوم من الأيام يقال عن أفكارنا هذه أنها أفكار أولية يمكن إذا يمكنون هاي الأفكار باعتقار لأنه هما تطوروا أكثر أصلا الشيء ما نتخيله لأننا ما يتخيله الأقدمي يعني شاب الطيب المتنبي مثلا أو حتى إذا نخلون إذا يجي يمكن يعتقد أنه هذا السحر إذا يشوف اللي إحنا فيه يعني هذا شوف هذه الناس اللي من قارات مختلفة في هذا الكوكب تسمع الآن وترى وتفكر وتناقش يعني إحنا إن شاء الله تبقى هذا الكوكب يعيش فيه السلام طبعا إذن خدون رجل في غاية الذكاء كان يحوم حول معنى القصور الآلي التكنولوجي كان يحوم حوله هو ما قاله بس قاله ضمنا يعني القصور الآلي هو اللي جعله يحلم بأن يغير عن طريقة السحر وأيضا هو يفرق بين السمعة وترى جير بالك تسمع وتصدق وهذه مسألة هي بديهية لكن حيانا نحن نساها يقول نسمع بالهند واحد يش كذا فلان مكان يش كذا يقول بس هلما ما شفنا ويذكر قصيدة لأبي القاسم الروحي نطيفة جدا يقول يا راكب الخنس الجواري ما فعلت هذه السمعة مر خميس على خميس وجاء سبت وأربعاء ما هذه الأنجم السواري إلا عباديد أو إماء يقضى عليها وليس تقضي وما لها في الوراء اقتضاء شنو هي هاي التواصل ظلت عقول مختصات طبعا تاهت تعني تاهت عقول ترى قديما ما شأنه ما شأنه الجرم والفناء اي والكسب لم أدري فيه إلا ما جلب البيع والشراء كانوا يقولون هذه رقية سحرية لزيادة الكسب زيادة الرزق وايضا علم نسموه علم التغوير يعني شون تلقى كنز في بئر أيضا هاي شروط الساحر يا طالبا لسر في التغوير اسمع كلام الصدق من خبير فإذا أردت تغور البئر التي حارت لها الأوهام في التدبير صور كصورتك التي أوقفتها والرأس رأس الشبل ابن الأسد في التغوير بدل حشي ويداهما سكتان بالحبل الذي في الدلو ينشر من قرار البئر طلبات لا تعجل ولا تغصى ولا تصدق ولا يمكن إنجازها حقيقته وأيضا هناك الملاحم يذكر عبن خلدون في عصره يقول هذا مثلا علم الجفر أو سر الجفر وهذا الجفر هناك قصيدة لأحد الشعراء متصوفة إن شئت تكشف سر الجفر يا سؤالي من علم جفري وصيا والد الحسني هذه المشكلة هذه مشكلة كبيرة لما السحر يختلط بالمقدس يعني شخصية مقدسة معروفة إمام علي عليه السلام يقول لك هذا الجفر هو أسس على الميرطان عالي ابن ابطالي يقول لاني أعلم الغيب هو قل لا يعلم الغيب من في السماوات والأرض إلا الله وهي آية شون عالي ابن ابطالي يقول لاني أحرف الغيب شو يقول هذا فافهم وكن واعيا حرفا وجملته والوصف فافهم كفعل الحاذق الحاذق الفطني أما الذي قبل عصري لست أذكره ما كده عزيزي لكنني أذكر الآتي من الزمن والله خسئ ولا هو ولا أبو يعرف الماضي كيف يعرف الآتي من الزمن من هو عرفه حتى هو يعطي على كل حال فيعني هو حقيقة الكلام كثير والله تعفوث لا أتبحوث لنا أربعة فأنا أكتفي بهذا يعني وأترك المسألة للنقاش ثم شكرا جزيلا أستاذنا الكبير على هذه السياحة وعلى هذه الأمثلة الكثيرة التي قدمتها وعلى هذه النماذي سواء على مستوى التنظير لمفهوم السحر وأنواع حكائي أو ملامسي وغيره وعلى آراء الأنثربولوجيين الغربيين وعلى آراء العلماء وكذلك ما قدمته من أمثلة سواء منها المدون أو الشفاهي التي تشير إلى هذه البنية السحرية التي حكمت العقل الإنساني في بدايته ولم تنتهي وإنما ظلت متسربة إلى العصر الحاضر ولكنها بتجليات مختلفة أفتحوا باب الحواء أستاذنا الأكاديمي والناقد الأستاذ سعد محمد علي تفضل الدكتور شكرا لك أخي دكتور أحمد شكرا للعزيز الدكتور صبري على هذه السياحة الجميلة في موضوع شيق وموضوع فيه أخذ ورد قضية المعرف لم يتوقف جزء أنا دخلت متأخر معرف يعني هناك بعض الإشارات وبعض الآراء التي تربط بين السحر وبين الباراسيكولوجي كراولي صاحب كتاب القانون يعتبر السحر هو واحدة من الإمكانات التي يمكن أن يوفرها الباراسيكولوجي أيضا قضية الفصل بين أشار الدكتور صبري بين الشعوذة وبين السحر وبين الخفة يعني حتى القرآن أشار إلى قضية أنه بعض ما يسمى بالسحر هو يقوم على الخفة يوهم عيون في إحدى الآيات الناظري يعني كان بدي أنه لو انتقل وأكيد عند الدكتور ويمكن يحتاج لها محاضرة أخرى يعني عن هذا التوظيف للسحر في الأدب على مر العصور بدءا بالآداب القديمة وانتهاء حتى في الآداب حتى مع ظهور الإسلام بقي السحر ملازم للأدب وحتى يعني يوصف جمال أحيانا التعبير في القرآن ومن البيان إلى سحرة يوصف بالسحر هذه العلاقة بين الأدب باعتبار يقوم على المغايرة وعلى التخيل وبين خطاب السحر قضية السحر والدين يعني قبل الديانات ارتبط السحر بالدين لا يمكن الفصل يعني عندما نتكلم عن الكهنة في الحضارة البابلية والسومرية وحتى الفراعنة كيف يتم الفصل بين السحر وبين الكهنة اللي هما هنقول عماد هذه الديانات الوثنية فما عرف يعني فقط علاقة سؤال للدكتور ما عرف مر على انتبه لقضية علاقة السحر بالباراسايكولوجي وكتاب ألستر كراولي عند كتاب القانون اللي أشار إلى أن السحر ممكن للإنسان ضمن مقاومات الباراسايكولوجي أن يتمكن فيتحكم ببعض القوانين الفيزيائية شكرا لكم الدكتور شكرا شكرا دكتور العزيز دكتور حمادي أرجو المعذرة الدكتور صبري حياكم الله أنا بس حبيت أنه أنتز الفرصة في بداية الحوار وذكركم بسؤال الصالون عادة ما نسأل المحاضر الكريم جنابك الدكتور الفاضل أن تتحفنا بثلاث كتب تعتبرهم رفاقك في في رحلة ما فالسؤال التراضي أنه لو جنابك في رحلة ما هي الثلاث كتب التي سوف تصطحبها معك إن شاء الله أذهب الآن إلى الأستاذ شيروان مصطفى تفضل الأستاذ العزيز السلام عليكم شكرا لدكتور أحمد شكرا على هذه الفرصة شكرا ل الصالون العراقي استاذ حازم شكرا لدكتور صبري حقيقة موضوع لطيف جدا وموضوع جديد وبيه أفكار كثيرة يعني بودي يعني شوية أعلق على واحد من علماء أصر يعني ربط بين العلم والسحر اللي هو دكتور نيكولا تسلا يعني نيكولا تسلا يعتبر يعني في عصر عالم العلماء عدد من من شهادات الدكتور رام آخذ عدد من أخذ جائزة نوبل بالفيزياء طبعا يعني تنافس ويه ويه مخترع الكهرباء وتقريبا هو اللي يتفوق علي يعني المهم الموضوع شلون هو ربط يعني وكان مؤمن بالسحر بصراحة وبالبداية يعني اكتشف أنه قسم من السحرة من يطلق فتصوت معين على قدح يكسره فهو اكتشف هذه النقطة يعني شون يقدر هذا الشخص من يطلق صوت معين على قدح يكسره فهو قال كل طبعا جزي بالأقل من النيوترون والكترون السحرة والسحرة السحرة يستغلوا حتى بس هو بعدين مش خطوة للأمام يعني قال احنا وطبعا هذه الخطوة هو طلع به نظرية الكوينتم الكوينتم مثل نظرية يعني كلش رائج رائجة بشكل بحيث ابن تصنع حاسبات الكوينتم اللي هي يعني قدراتها أكبر من هاي الكوينتر اللي عندنا بملايين المرات السحر وين يعني هي النظرية مع الكوينتم الذبذبة اللي تطلقها كل جزء بالبشر بموالعفوه بالطبيعة يقول مثلا انه هذي طبعا لسا بدوا يطبقوها انه لو يعرف الذبذبة مال جزيئة السرطان يقدر يوجه عليها ذبذبة مطابقة الهد دمرها ونكو بحوث على هذا الحشي طبعا تيسلا يؤمن بسحر هذه الذبذبة يعتبرها سحر يعني هو يؤمن بسحر الأرقام أيضا الثلاثة والستة والتسعة لأنه بها فعلا بها فد نوع من الخصوصية هذه الأرقام يعتبرها سحر واستخداماتها يعتبرها بنوع من السحر مثلا هذه الذبذبة التوافقية يسموها الرنين الميكانيكي جسر تاكوما اللي هو بأمريكا بواشنطن انهار لأنه جدي ذبذبة من يعني ذبذبة من يعني موجة من صاعقة أو كذا توافقت وهي الذبذبة اللي وقع الجسر نهار هي ما كان قوة هائلة توقع حيث جسر عملاق فنظرية الكوينتم هي بين السحر وبين الخيال يعني انت قلت جنابك قلت يجوز احنا بالمستقبل اكو اشياء يعني احنا راح يجي يوم فوحدة من الاشياء المهمة اللي هو حيش عنها الذبذبة بالموسيقى وهذه هسه بدأ تأثر تأثير كبير بالمجتمعات اللي هي الذبذبة البناءة يعني قسم علماء خلي نقول الموسيقين الكبار يبني السمفونيات مالتع لذبذبة معينة بحيث تعمر الدماغ بالمقابل اكو ذبذبات تدمر للدماغ يعني شفت يعني نفس الحش مال التسلا اللي حس انت اكو يسموها مخدرات رقمية تتنتشر سماعات اثنين يعني صايرة فالظاهرة مرعبة يعني المجتمعات تتقلق من عدة موسيقى بس تدمر او تسوف النوع من الادمان وهلوسة وإلى آخر هي كلها بداها تسلا سوى يعني حتى كان يش تتغل هو طبعا بالالف وثمانمائة وخمسين يش هو ولد وتوفى بعد الحرب العالمية الثانية اعتقد او عفو ما متأكد بالشيء فبس النظرية هذي مالت سحر الذبذبة اللي تطلقها كل ما موجود بما فيها سحر الأرقام اللي هو تستخدم أكو ذبذبات تربط بين هو حسب ما يقول ما أدري يعني هذا ما ما قدراني أقدر يقول أكو ذبذبات تربط بين الانس والجن تربط تربط توصل المسج إلى آخر مدى دقة هذا حتى ما أدري شكرا جزيلا إذا علاقت على هذا الموضوع شكرا جزيلا لك سيد شروان الآن ننتقل إلى الدكتورة نورا تفضلي دكتورة مساء الخير مساء الخير أستاذ أهلا وسهلا للأمانة أنا أول مرة أشارك وأول مرة أدخل البث تشرف فيكم كلكم وهذا شرف أن تفضلي أنا عندي يعني ممكن وجهة نظر أو يعني ممكن تختلف شوي يعني لأن سمعت المحاضرة بشكل يعني دقيق فمالت نست وين الجانب الحقيقي أعرف فأنا عندي وجهة نظر بخصوص أن السحر وهو عامل نفسي يعني مثل ما يقولون في يعني كلمة يعني أصلها اللاتيني اللي يقول I will hear اللي هي يعني مثل أنا راح أدي نفسي فأول يعني اعتقاد في الشخص أنه يقول أنا تمست أنا فيني سحر أنا فيني مرض فلاني يكون فيه فهذه مثل اللي يسمونها سايسكو 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 سوماتيك أعتقد سايسكو سوماتيك أيوا بالضبط اللي هي مثل أن الواحد يعتقد بالشي يعني حالة نفسية أنا أعتقدها لأن تأثر على الجهاز الحايبو فلوموس فأعتقد أن الإنسان يعتقد أن إذا كان يعني أنا مريض أنا مريض فيوسوس على نفسه أو يكثر الكلام على نفسه فيدخل في حالة نفسية فيعتقد أن هذا فعلا حقيقي أنا الأمانة يعني مو مو ضد الشي هذا لكن باعتقادي أن أمر نفسي يعني هذه أمراض نفسية ف يعني الحين في زمن هذا ممكن تختلفون معي أو تتفقون في زمن هذا عندك الولايات المتحدة وال يعني اتحاد الأوروبي أو الغرب أو روسيا بشكل عام تتكلم عن الكائنات الفضائية وشغلات وهمية يعني ما تتصدق ووصلوا للقمر وخيرها يعني أنا أؤمن بالعلم أؤمن بالعلم لكن الشغلات هذه خارقة أنا ما شفتها فشلون أصدقها في الشي هذا فأعتقد أن في وجود الديانات عساس يتمسك الشخص في دينه ويحمي نفسه فرضا يعني من أذكار أو غيره لازم يعني يخلي الشخص يلتزم بدينا عساس لا يحوش السحر فهذا كان جانب من الجوانب يعني مثل الآن الغرب يقول لك يعني أنه في قوة خارقة وفي قوة أو أي مكان فهذه تكون تأثر يعني مثل شي شنون يعني لما أتكلم بشكل عام من ناحية السياسية في مثل ما حصل في السبعينات في ثورة هميني وما حصل من تشدد في السعودية وخروج يعني صار اشتباكات بين السنة والشيعة وغيره وإسلام واحد فأنا ما بيأتشعب شي هذا أو أتخصص لكن بشكل عام بكل فعل ردت فعل فأعتقد أن الإسلام أو الديانات بشكل عام الديانات السماوية خرجت لشي هذا وهذاك شي مضاد عساس أن الواحد يحمي نفسه وشكرا لكم وأصف على الإطالة شكرا دكتور أشرفتي أهلا وسهلا الدكتور عباس بفضل دكتور شكرا دكتورنا العزيز شكرا جزيلا لأخونا الباحث الدكتور صبري سؤالي جدا بسيط الدكتور صبري من خلال بحثه في موضوع السحر هو الموضوع مشوق حقيقة سؤالي كلمة السحر وردت في القرآن الكريم أكثر من مرة هل سؤالي هل أنه الورود هل كلمة في القرآن الكريم أو هل الموضوع هذا هو اعترافا من القرآن الكريم أو من الله سبحانه وتعالى بوجود السحر كحقيقة واقعة أو ذكرت في القرآن الكريم عرضا لتشير إلى ظاهرة اجتماعية أو ضواء يعني يعني في ذاك الوقت أو في الأزمنة السابقة يعني هل هو حقيقة واقعة يعني اعترافا اعتراف ضمني من القرآن الكريم أو لا وكحادثة عرضية وكحادثة عرضية قبل سنين عندما يكون ساحرة على ما أعتقد روسية إذا لما يكون مخطئا هذه كانت واحدة من المريكولز ما لتها واحدة من الإمكانيات ما لتها أنه تباوع تركز بالتباوع على الغلاس اللي موجود أمامها بالطاولة تركز تاخذ فترة معينة عدها إمكانية أن يتحرك الغلاس اللي أمامها بعدين بعد ما يتحرك الغلاس قاسة والوزن ما لتها شافوا نقص إلى حد معينة فعلميا قالوا نعم هاي ظاهرة موجودة يعني فظاهرة أنه علميا أعتقد السحر موجود فمعرف تعقيب دكتور صبري على هذا الموضوع وشكرا جزيلا شكرا دكتور عبد شكرا دكتور احنا الآن دكتور إذا كان هناك أيضا ننتظر لكن قبل أن تبدأ هناك سؤال من الأستاذ صادق التميمي يقول كأستاذ في اللغة العربية ما هو رأي الدكتور المحاضر في الدكتور فاضل صالح السام الرائي وهل التقاه شخصيا أعتقد هو الموضوع خارج المحاضرة نعم نعم نسأل أيضا دكتور صالح جيد جيد وأيضا سؤال من أنسام العبيدي تقول وفق خبراتكم المميزة إذا سمحتوا كيف يميز الإنسان العادي غير ذا الخبرة العميقة بهذا المجال أنه مسحور فعلا أم لا وكيف للإنسان أن يتخلص منه أو يقي نفسه معرف وصلك السؤال دكتور نعم نعم أعتقد بسبب قراءة التحاويض وكذا أعتقد أنه أنت عند قدر على فك الساحة عندي 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 قدر دكتور أستاذنا الفناء الكبير دكتور جبار تفضلوا شكرا جزيلا أعزائي شكرا للصالون الثقافي على هذه المحاضرة القيمة أستاذ صبريو وأنا أصغيت لها عميق لأن الفن يرتبط بالسحر يعني حسب ما يقولون علماء الجمال من ناحية البعد الجمال المؤثر على الآخر بحيث الجاذبية الكبرى إذا كان الفن فيه قوة تأثير على المتلقي كأن المتلقي سحر بهذا الخطاب فتفاعل معه وأثر فيه فكثير من الفنون وخاصة المسرح غيرت وأثرت بالجمهور وخرج إلى الشارع وكأن هناك قوة سحرية أثرت فيهم فحولت أفكارهم إلى أفكار جديدة وهكذا حتى أرسطو عندما أوجد لنا مصطلح التعرف والتحول فأنت عندما تعرف المعنى العميق تتحول فكريا وسلوكيا وهذا عنصر التحول والتحويل هو أيضا مرتبط بفقه السحر بمعنى هل السحر هو جذب اللامرئي إلى المرئي يعني أنت الآن في واقع مرئي وثم هل هو وهم يعني بمعنى تسحب اللامرئي إليك فتنقاد إليه والمسرع حقيقة اشتغل على هذا المفهوم اشتغال خاص يعني أنا أذكر النصوص المهمة التي تناولت السحر والساحرات بالدرجة الأساس مثل ما قلت أستاذ صبري أن نسبة الساحرات تاريخيا حسب ما قرأت أن حتى في البدائي البدائيين كانت للساحرات الحصة الكبرى لأنهن يجلسنا في الكهوف وبالتالي يعملنا نوع من أنواع التعويذة اللي تجعل الصيادين لهم القدرة على مواجهة الوحوش الكاسرة يعني خارج الكهف وبالتالي هو نوع من أنواع زراعة القوة بعد الضعف فمثلا أعطيك مثال وعطي للزملاء مسرحية مكبث لشيخ سبير تقوم على ساحرات أن مكبث جاء بعد معركة من المعارك فالتقت به الساحرات وقالت له ستكون ملكا هو يعني في وقته يعني داخل المسرحية لم يصدق لكنه أعطت له بعض الإشارات بأنك ستكون ملكا لكنك ملك عقيم وإن صديقك سيقتل لكن أبنائه سيكونون ملوكا يعني هم كانوا زملاء يمشون فدمشت يعني سارت المسرحية وفعلا قتل مكبث وبعد أن أصبح ملكا وزميله بعد أن قتل أبنائه أصبحوا ملوكا هنا نحن ندرس المعنى أن شكس بير هذا الذي أثر في ثقافة الشعوب كثيرا عندما ينطلق من فكرة سحرية أو عندما ينطلق من شخصيات سحرية تعالج الواقع وتفتح نافذة إلى المستقبل هذا يجعلنا أنه أننا بين كفتين نحن كأشخاص بين كفتين نتحرك إلى الأمام كفة المرئي الواقع وكفة اللامرئي اللي هو المتخيل المستقبل فبالتالي السحر هو نوع من أنواع المضمرة داخل الذات لتحقيق ما لم يتحقق في الواقع هل هو هروب إلى الأمام هل هو تحقيق أمنية هل هو كثيرة هي التفسيرات وأضرب لكم مثلا آخر نسرحية أخرى لأرثر ميلار في أمريكا أسمها واللي يقيم يعني ممكن تراجعوها أسمها ساحرات سان ساحرات سان بقرن السابع عشر انتشر ظاهرة غريبة في أمريكا هناك مجموعة من الساحرات المراهقات انتشروا في في أحدى الولايات و يعني أربكوا سياق المدينة يعني فانتبهوا أن وضربوا يعني الساحرات يعني يعني الساحرات أنفسهم ضربنا ضربنا الجانب الديني المتمثل بالقسسة يعني اللي موجود رجال الدين من خلال نوع من العودة البريئة النقية إلى المنابع المسيحية يعني هذا هو كان خطابهم فكانت النساء يرقصنا في الغابة وأيضا تم محاكمتهن وإعدام عشرين فتاة في ذلك الوقت إذن إحنا مهما تطورنا سواء تطورنا تكنولوجيا أو تخلفنا تكنولوجيا لأنه ثمت كتاب اسم العزلة في المجتمع ليوري لوتمان هذا أعطى تعريف رائع للسحر وأنني ننتبه إلى هذا التعريف في كتابه يقول وهو يربط البدائية بالمعاصرة من خلال هذا التعريف يقول أن السحر أن السحر هو تكنولوجيا البدائيين لننتبه إلى هذا التعريف أن السحر هو تكنولوجيا البدائيين وأن التكنولوجيا هي سحر المعاصرة شوف الجميل يعني في هذا التعريف لأنه أنت في البدائية ما عندك أدوات ما عندك تولز فتعتمد على السحر لأخضاع العالم أما التكنولوجيا المعاصرة فهي بسرعة اللحظة قبل أن تنطبق ترفض عينك تنتقل إلى عالم آخر وكأنك في عالم سحري والعالم الرقمي هو نوع من أنواع الإيقونة السحرية الآن فإذن هذا الموضوع هو موضوع شائك لكنه جميل بنفس الوقت وأنا أشكر السالون لأنه طرح هذا الموضوع وأشكر أستاذ صبري أنا أقول السؤال لأستاذ صبري والزملاء هل تجد أن السحرة ضرورة في توازن السلوك أم هو نوع من أنواع المشاكسة مع الواقع للدخول إلى المستقبل والهروب من الحاضر الضيق الملتبس المحبط يعني خاصة إذا كان الواقع ما بي راحة واسترخاء تشوف أن كمية السحر تكون واسعة والخرافة والشعوذة وما لكن عندما تستقر الشعوب ينهض العلم عاليا لكن العلم عندما يتطور يتحول إلى السحر لأنه يقلل الجهد ويقلل الزمن فنحن بين كفتي إذا ملنا إلى العلم كثيرا دخلنا في السحر وإذا عدنا إلى البدائية دخلنا في السحر شكرا جزيلا شكرا دكتور جباه شكرا دكتور نالفنان على هذا الحضور البهي والباهر والجميل وانا تمنى أن يكون حضورك دائما دائما معنا أيها المبدع أستاذ العزيز الحبيب الآن الأستاذ كما أقرأ اسمه عليم أو أليم تفضل عزيزي مع التعريف لك أقرأ اسمك صحيح عليم عبد العليم أو عليم حياك الله أستاذ شرف حبيب الساد على الفرصة شكرا جزيلا شكرا السلام عليكم جميع ورحمة الله وبركاته مرحبا دكتور العزيز والأستاذ والأستاذ الأخريات ظهرة السحر بالحقيقة هي من أكثر الأمور المحيرة بنسبع لي إذا نر يعني أنا سمعت الآراء أنه قد يكون برا سايكولوجي أو قد يكون فد نوع من العلوم بس منسبع لي هذا بالحقيقة هذا أشوف يعني منسبع لي التفسير مكافي من أروا أشوف القدرات السحرية اللي يقوم بها السحرة الآن الآن في عصر هذا مثلا جاي نبقوا بالتلفزيون باليوتيوب وبالوسائل الأخرى يعني هذا السحر من يجي ويمشي على الماء مثلا هذا داينامو السحر اسمه داينامو يعني بعض ولا الشار من يمشي يمشي على الماء أمام اللي هو يفرك إيده بطريقة ما يطلع طيرين وكأنه يخلق من لعشي طيرين ويفرك أي يفرك إيده مرثاني يسوي حركة بإيده يطلع طيران آخر وكذا يستمر يستمر وكأنه جاي يخلق استغفر الله لها المقولة لكن هذا ما يبدو ما يبدو للي وللمشاهد فهذه الظاهرة هاي القدرة طبعا قدرات كبيرة تعرفون متابعين أكيد كثير منكم مثل ديفيد كابريفيض أنا حضرت العرض ديفيد كابريفيض في شيكاغو وبالحقيقة سوى شغلات عجيبة وبالحقيقة حاولت آني من خلال الآيات القرآنية ما خليت آية قرآنية ما ما خليت آية قرآنية ما جبته ولا يفلح السهر وحيث أتى إنما أتيتم به بالسهر فإن الله سيبطل وكل هاي الآيات وما وما كفايدة استمر الرجل إنه بإظهار هاي القدرات العجيبة بالحقيقة الخارقة فالمسألة ما فاهمة بالحقيقة ما حفاهمة يعني هاي هي شعوذة يعني حتى لو شعوذة الشعوذة لا يمكن بهذه القدرات بأنه يخلق طيرا يخلق طيرا بيديه وطيران آخران وطيران آخران وهكذا أو يخفي تمثال الحرية مثلا تمثال الحرية في نيويورك ديفيد كابريفيض يخفي عن الأنظار أو يخسم الإنسان نصرين ويفصل بينهما يعني هل الأمر هذا هو هل هو علم أو كما يقال أنه هؤلاء لديهم لديهم مقدرة بعقلية لأنه سمعنا أنه مثلا الإنسان يستخدم 2% 2% من قدرات العقلية وهؤلاء ربما يستخدمون 3% أو 4% لأن الأمور هاي غير معقولة وهذا الذي يمشي على الماء فالشيء هل هناك تفسير علمي لهذا الأمور فالأمر بالحقيقة محير بالنسبة علي وأشكرا جزيلا على الفصة وأنتظر الآراء الجليلة من قبلكم شكرا جزيلا شكرا نستاذ عبد العليم شكرا عزيزي قبل أن أذهب إلى أستاذنا الحبيب تحسين الشيخ ليد دكتور تحسين هناك أيضا مداخلة من السيدة لبنى ياسين كاتبه صحفية تقول هناك ما يلفت النظر في القرآن حول السحر عندما ألقى السحر وألقى سيدنا موسى فألقى السحر ساجدين هذا يوضح أن السحر مجرد خداع بصري مما جعل السحر يدركون أن حية سيدنا موسى ليست مجرد خداع بصري لكنه خلق هنا يظهر أن السحر خداع بصري فقط كذلك الأبراج عندما يصدق الإنسان بأن وهكذا المقطوع المهم وصلت أعتقد فكرة السيدة لبنالك دكتور صبري جيد إذن الآن الأستاذ الحبيب الدكتور تحسين الشيخ لتفضل أستاذنا شكرا جزيلا عزيزي الغالي دكتور أحمد وشكرا الدكتور صبري حقيقة محاضرة رائعة وحديث جميل أمتعتنا اليوم وفتحت أفاق كبيرة أمامنا أنا وجهة نظري أنه مسألة ظاهرة السعر يعني من أقول ظاهرة لأنه هي موضع دراسة من قبل الاجتماعيين بشكل أساسي يعني علماء الاجتماع هذه الظاهرة لا زالت غير مفسرة منذ بنايتها ولحد الآن حتى الأديان لم تفسر هذه الظاهرة بشكل جدي أشارت لها وأكدت حقيقة وجودها لأنه كل الأديان سواء الأديان الإبراهيمية أنا أقصد إذا أقصد الأديان الإبراهيمية فبالتورات موجود ذكر للسحر والسحرة في الإنجيل موجود ذكر للسحر والسحرة وفي القرآن مذكور ذكر للسحر والسحرة والإسلام يعتبرها من الكبائر أيضا يعتبر ممارس للسحر من الكبائر لأنه هذا حديث خطفي معروف عن رسول صلى الله عليه وسلم هذه نقطة نقطة ثانية هناك دمج بين المخيال الشعبي والخيال العلمي لمفهوم السعر يعني من كده الأسئلة الذكروها الزملاء نلاحظ أن تأثير هذه الظاهرة لأنه هي غريبة لأنه لحد الآن لم تفصل بشكل يعني صحيح لا زالت تلعب دور في المخيال الشعبي بشكل كامل جدا بحيث أنه الناس تفسرها تفسيرات مختلفة بعضهم يحاول أن يقربها إلى درجة الإيمان بها وبعضهم يحاول أن ينكرها إلى حد يمكن ينفض وجودها بشكل كامل وللخيال العلمي اللي هو أساساً موضوع مختلف نهائياً عن مسألة السحر أو مسألة الكهانة أو مسألة الخيال العلمي هو اللي بين العلوم مستقبلاً يعني فرن لما طلح كل الروايات لنهاية القرن التاسع عشر حول الاختراعات المستقبلية هي كلها تحققت هذه هي اللي تلهم العلماء للتفكير لكنها ليست جزء من السحر السحر شيء آخر السحر لحد الآن لا يوجد تفسير منطقي حقيقي له كل علماء الانتربولوجي كل علماء النفس كل علماء الاجتماع أجمع على أنه هذه الظاهرة هي موجودة لكن لا يمكن تفسيرها سواء إثباتها أو نكرانها يعني إثبات وجودها كحقيقة موجودة أو يعني منكر وجودها بشكل أو بآخر يعني جلابك يعني إذكرت مجموعة من المراجع اللي هي دراسات حقيقية لمفهوم السحر يعني لليوم أكو قبائل موجودة في أفريقيا قبائل موجودة في أمريكا في شمال أمريكا قبائل موجودة حتى في مناطقنا العربية الساحر يمثل بها سلطة يمثل بها سلطة القبائل الأفريقية بشكل عام نلقي أنه الرئيس القبيلة مقابلة هو الساحر الساحر القبيلة اللي هو مهم لأنه للحمر عندهم الشعين أو المعرفة إيش يسمونه اللي هو أيضا الساحر اللي يمثل الصوت اللي أو السلطة اللي تأثر داخل القبيلة يعني حجية وكلامة وتصريحات وكل ما يدلوا به إلى وزن وزن في التأثير على الناس الموجودين داخل هذه القبيلة ومع كل هالتقدم التكنولوجي لا زال إلى اليوم موجودين مثل هؤلاء في كل هذه المناطق اللي ذكرتها يعني لحد دلقاء في أمريكا اللي أنت جنبك عايش بها تلقيها موجودة عد قبائف محميات للهنود الحمر يؤمنوا بالساحر ويمكن الناس اللي تؤمن بيهم من هاز دارسين ومشتغوين ومعرف إيش لكن يعتبوهم جزء من التراث جزء من المخيال الشعبي للمجتمع اللي هما عايشين بيه أنا أشكر لك دكتور صبري استمتعنا جدا اليوم وأشكر دكتور أحمد حقيقة أيضا كانت إدارة رائعة جدا لهذا الأمسية اليوم شكرا تزيير لكم شكرا لك أنت الذي تغيئ الأماكن دائما دكتور صبري أستاذي الكبير شكرا على هذه المحاضرة التي أثارت بالمقابل عقولا كبيرة وحاورتك بهدوء دعني بسرعة حتى يمكن لك أن تجمع دكتور سعد التميمي مر على موضوعين مهمين السحر والباراسيكولوجي وأشار إلى توظيف السحر في الأدب على أمر الحصور باعتباره رجل أدب وناقد الأستاذ شروان مصطفى تحدث عن نظرية تيسلا في الكوانتوم وأثر الذبذبات والموسيقى ذبذبات الموسيقى وأثرها في النفس الأستاذ الدكتور نورة ذهبت إلى جانب آخر ترى أن السحرة هو عامل النفسي فقط لا غير دكتور عباس سألك عن أثر ورود كلمة السحر داخل القرآن وبالتالي هل هي إقرار بوجود السحر كحقيقة أم أنها إشارة لظاهرة اجتماعية فقط الكبير الفنان جبار خماط عرج على أشياء كثيرة في الفن وكان لا يمكن لي أن أختصر كلامه حقيقة ولكنه قال في الأخير سألك هل تجد أن السحرة ضرورة في توازن السلوك أم هو نوع من أنواع المشاكسة مع الواقع الأستاذ الدكتور عليم رأى أن التفسير إلى الآن للسعر غير كافي لأن هناك خصوصا مع ما يراه الآن من سحرة كما يقال حديثين يقدمون ظواهر غريبة عجيبة من المش على الماء وغيرها وانتهينا إلى الحبيب الكبير أستاذنا تحسين الشيخ لي والذي أكد على أن هذه الظاهرة لا زالت غير مفسرة علميا وأن هناك خلط بين ودمج بين المخيال الشعبي والمخيال العلمي وهو الذي يفسر الالتباس أنا أيضا عندي أريد أن أضع بين يديك سؤالي وهو أنا من خلال محاضرتك وصلتني هذه الفكرة أنك كنت تشتغل على ما تسميه بنية العقل العلمي وبالتالي فرقت بين بنيتين بنية العقل العلمي بالمفهوم الحديث التي تتناقض أو تتغير مع بنية العقل السحري دعني أقول وأيضا استشفافا من محاضرتكم من هذا لعل هذه البنى العقلية المختلفة يعني نحن نقول الإنسان مكون مكود من بنية عقلية علمية لكنه لا يخلو من بنية المخيالة التي يشار لها وهذه البنية المخيالية هي التي تصدر منها الفنون والسحير وعلاقته بالأدب والفن بينما تلك البنية هي بنية عقلية أداتية تنتج لنا منطقة العلاقة العلمية فما رأيك بهذا أنا أشكرك أعتقد أن هناك أيضا السيد عفاف الدراجي تفضلي سيدتي لعلك آخر المتداخلين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم عليكم ما حضرت المحاضرة من البداية فما عندي تعليق يعني أنا ما سمعتهم البداية لكن بالأخير أصور دكتور جبار وغيره ذكروا موضوع الساحرات في أوروبا وأمريكا وقاتل المنظم للساحرات سبحان الله اليوم أنا كان عندي قراءة لمقالة تتكلم عن التاريخ 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 وعلاقته بنظرية أكتب عليها البحث الدكتورة عن نظرية الإيكوفيمانيزم النساوية البيئية فالتاريخيا ما بين خلال ثلاث قرون انقتلت تسع ملايين امرأة اتهمت بالسحر ومعظم هن عشابات مساحرات يعني الساحرة أو الهيلر اللي هي طبعا موجودة في كل حضارات القديمة لكن في أفريقيا لا زالت موجودة اللي يسموها في أفريقيا سانجومة هاي المرأة هي تولد النساء هي الداوج روحي لسوي عمليات عمليات المساج والضمادات وغيرها وغيرها وتسوي مستخلصات طبية من هاي قاتلتها الكنيسة واللي بعملها القتل باعتبارها يعني اتهامها بالسحر وخلت يعني كل الشيء كمعقد يعني مؤلم وصارت الطب يعني صارت الثورة الطبية خلت يعني دور الطب فقط للرجال اي فيعني بس موضوع انه هاي الاعداد الهائلة للمتهمات بالسحر هن حقيقة هن طبيبات شون احنا الجدة احنا يعني لحد الان اكو في كل مدينة في العراق فالشي اسمه يسموه الجدة يروحون ياخذون من انها دول الطفل وللي جايبة وللي غير اصفي ارجو ان تكون يعني المداخلة مالتي relevant و تحية نعم ابدأ ابدأ شكرا جزيلا دكتور احمد اشهرا بالنسبة لصديقي العزيز دكتور سعد تميمي والله هذا يعني انا لم اتابع يعني اخر مستجداتي لكن اعتقد فيه مبالغات كثيرة بالنسبة ما يسمى انا رأيت حالات من الكنويم المغناطيسي فعلا شيء يثير العجل لكن هو انجاز علمي واعتقد البراسايكولوجي ايضا نوع من الانجاز العلمي ما دام منطقنا معنا اخضعناه للمنطق وهو بنعصرنا فهو يدخل في هذا البار لكن لا ليس هناك مثلا المسألة ماذا يعني التكير السهري اعتقد ان الساحر هذا الدعي المختال انه يحرك او يخضع جن اشرار او شياطين اشرار ل ارادته ويفعل ما يشاء يعني اذهب يا فلان احرق افعل كذا سواء في مجال الحب او الكرة فكل ما ذكر هي حقيقة تخضع هذه تفسير علمي ما دام التخضع لانه لا تدخل في مجال ما نحن بصدده اما بالنسبة للفصل بين السحر والخفة طبعا الخفة غير السحر تماما بسنا بصدد الخفة انه هو يخدع بصرك ويعني يريك انك ترى ذلك شيء اما بالنسبة السحر والدين قبل الهديان الثلاثة المهمة طبعا كان ممتزج تماما ممتزج بال يعني السحر ودي شيء واحد وهناك مظاهر سحرية كثيرة لكن حينما جاءت الهديان الثلاثة تخلصت منها بحد يمكنك ان تفرق يعني مثلا في الحج كان هناك تقول سحرية يعني مثلا نساء يعني يطفن آريات قبل الاسلام في الكعبة لكن في الليل مو في النهار أو يعني مثلا حتى كان لبيك اللهم لبيك ما كان مباشرة لله جل شأنه كان لا للات والعزة والكذا لهالأصنام التي هي وسيلة توصل لله وليس سوى ذلك يعني لأنهم منطقيون وأنا متأكد كان بينهم من الناس من لا يؤمن بذلك يعني الدليل قص بنساعد للإياد تقول أيها الناس كذا ما معناه أن لله دينا هو غير هو غير الدينكم الذي أنتم عليه لينونداج وسماء ذات أبراج ذات أبراج كذا ما هو من كذا هذا الدين يعني يقول يعني على ضلال يعني مسألة ليست هكذا طبعاً طبعاً هي سعد السحر والدين كانا شيئاً واحداً يعني هي ديانة سحرية أيضاً وإلا لاحظ كيف فسر الإنسان مثلاً أو افترض للريح وهو متأكد في يومه حينما قال هذا إنليل مثلاً عند السومريين وإن كان يأخذ استسماعات كثيرة عن شعوب أخرى هذا إله الريح هذا اليوم غاضب لذلك يعني تسمع صوت زمجر وإله للصاعقة وإله للشمس خصوص الشمس في الصيف في العراق يعني أو حتى للأشياء المعنوية يعني إله للجمال مثلاً الحكمة هي إله الحكمة وإله إلهة الجمال يعشتها وإله الخصب وتموز وهم بس أكسوا عليه سمات بشرية يعني هو تموز مثلاً يموت لكن يفترض بالإله أن لا يموت لكن لأنه إله يموت ستة أشهر ويرجع ستة أشهر هي تفسير يلاهر طبيعية وهي يعني هذا الجفاف الذي يحصل فترة من الزمن ثم الخصب والربيع تعاقب الخصب على الأرض هذه لكن هو ما عنده منطق كيف يفسر الأشياء فسرها على هذا الوجه طبعاً لا كان السحر أو التفكير السحر نقول بوجه بوجه عام ودي شيء واحد نعم ولذلك هم أيضاً افترضوا أنه هاي الآلهة يتزاوجون ويتعاركون يتصارعون لكن لديهم أب له آن هذا آن رب الأرباب إله الآلهة يقول لك ما معقول الذابحة مو بس هاي مثلاً رسولة طاليس الرجل كان سموا يعني عصر هذا الثلاث الرائع سقراط أفلاطون رسولة عصر غروب الآلهة يعني صاروا حوالي مئة إله مئة إله يجرعهم يعني أكيد بناتهم الذابحين أيضاً يعني عليهم بهم سمات بشرية فالنيت إلهة إذن أسقطوا فكرة الآلهة المتحدة أسقطوها تماماً لذلك جاءت المسيحية في الوقت المناسب يعني بعد أرسطاليس أربع قرون جاءت المسيحية وصدقت في حينها تمام بعد ست قرون أخرى جاء الإسلام لكن قبلهم مثلاً ديان اليهودية 3500 سنة يعني سبقة الفلسفة اليونانية لذلك يأتي هذا التراتب أنه الأسطورة ثم الجين ثم الفلسفة ثم العلم العلم الحديد تعجباهي أحد أبناء الفلسفة نعم أرجو أن أكون قد أجبت عن سؤالك دكتور سعد شكراً لك دكتور شكراً لك توفيت الله سلم دكتور الساد حازم حقيقة نعم نعم سأفكر أسماء هذه الكتب أنا أعتقد بعض ضحوثي هاي اللي ذكرتها يمكن أربعة هي موجودة على الهواء يعني مثلاً هذا السهر والقرن الحادي والعشرون موجود يعني هذه الثقافة الشعبية أعتقد موجودة والأساس قبل ما أبدأ أشوف هي موجودة لو لا حتى أقول وأيضاً هذا مقدمة ابن خلدون بين علم الاجتماع والفولكلور وأيضاً مروج الذهب للمسعودي بين الفولكلور وعلم التاريخ أعتقد موجودة أما هذا اللي البحث دخلت به مسابقة يعني ما أدري بأحد هذي هذا اللي هو جذور النقدة الاجتماعي في كتاب عيار الشعر في ذات كتبة هي طلع موقع اسمه موقع النور فدخلت منافسة وطلع هو الأول جذور النقدة الاجتماعي في كتاب في حيار الشعر فهذولا أربعة بدل الثلاثة سالحازم أرجو لي يفيد منها الأخوة يعني يمكن العودة إليها أعتقد موجودة هي على الهواء صبري بإسم حماد بن عم دكتور أحمد حسون حماد طبعا وهذا شرم تجابه بالأسماء شكرا أتمنى أن يكون لدي بالعام مثل الدكتورة بالنسبة الدكتور شيروان دكتور شيروان تمام دكتور شيروان أستاذ شيروان مو دكتور أستاذ شيروان مصطفى نعم سألك نظرية تسلا نيكولا تسلا نعم نعم هذا كيف صوتا يكسر قدحا هو تفسيرا علميا فنحن نأخذ تفسير السحلي العلمي أكيد نأخذ تفسير العلمي أنه ذبذبات طبعا أكيد هو لما واحد يسمع بتسلا غير لما يقراه هو فعلا ويخم من عنده مباشرة يعني هذا أبي خذونا انتباه لقال لك لا تسمع والصدي لك إلا يشوف بنفسك تروح على تسلا وشوف على المنابع الأساسية فإحنا كبعاثين شغلنا هذا إيش قال بالضبط لأن أكيد راح السالفة تخليه يحصل الآن الصور رابع أو خامس شخص يصير الحاجر غير هذا الحاجر تماما مختلف تماما بتفاصيل يضيفها الواحد من مخيلته لذلك هالأساطير يقول كانت تنمو أو كانت تنمو مثل يعني كرة الجلي يعني كل ما تدهر لشكل ما تكبر فكل واحد يرجع للأصل وممكن حتى هو هذا الرجل تسلا ويمكن أن يتعايش في ذهنه الفكر السحري والفكر العلمي ممكن جدا وبعدين هي حقيقة ممكن نبه أحد الأخوان ممكن سيريد اسمه هذه الحقيقة هو قبل الخيال العلمي الذي ينبه الطيار مثلا الفيال ونيال هذا البصاط السحري يصعد ويطير ويطير ومو شيء يشبه السحر حديدة الشيء المتين نفر والطير بالهوى حتى واحد يكون تعبير عند الفلاسفة أكو ميت بالقوة وميت بالفعل كأن الإنسان ميت بالقوة فوق ولو كل إنسان يولد هو ميت بالقوة لابد أن يولد هذه تعابير فلسفية قصة لكن هي حقيقة لا يشبه السحر كيف هذه الحديدة تصعد هكذا ويضع ساعات بالجو وتوصل وتعبر محيطات وبحار وجبال وكذا تمام هذا يعني أكو تداخل وبعدين هو السحر الترمون العلم العلم أسوأ من السحر كيف العلم أسوأ السحر ما ما عنده قدرة يقتل مثلا مليارات الناس هذه الآن العلم وصلنا القنابل هذه اللي ممكن تقضع الكوكب كله لكن السحر لا يمكنه أن يقضع له الكوكب كله تمام فهو بس منها النقطة وأسوأ من السحر العلم العلم الحديد نعم السؤال آخر دكتورة نورا أي السحر عامل نفسي يلعب به يعني عامل كبير جانب النفسي أنت تحس أنك مسحور مثل يعني بالحكاية الشعبية حلو يعني مثلا هو واحد يعتقد أنه هو ماما حظ هو حظ ليس هناك شيء اسمه هناك صدفة يعني أو فرصة تسنع والمجتمع القرشي كان مجتمع تجار ترى أذكيها وكثير منهم لا يؤمن به هذا سوى ماخذ السقاية وكذا والسقاية الفلان يعني منبع اقتصادي الحج وذلك محريصون عليه فأقصد من هذا طبعا يعني الجانب النفسي له أثر كبير حتى أنه هذا عالمنا جليل المؤرخ المسعودي يقول هذا أنا ذكرت هذا يعني يجب أن الواحد بالمفاسم بالليل لحد وقت قريب كنا قريبة السادة يقول أنه تنطل بين اللي يجلز يخافون الجهار يجلز كذا بس هو فعلا إذا تعلق أي شي أي ضو يعني عثقاب وشوف ظلك شوف كأنك عملاق هذا تنطل وراء ما جت الكهرباء ولا تنطل بالقرية مو تمام وين هم تنطل وين بس رجعوا ويلموا اللي دات حسا طلاع يمكن الجانب النفسي أي تمام لكن أنا نصحتي للدكتور نورا أنه لا تأخذي بشي نناقض عقلك شيء نناقض العقل أنبذ بدون ترجم الجانب النفسي تمام موجود ليس هناك إنسان مسعور لأنه أيضا نرجع لأدبياتنا بالقرآن الكريم أو حتى بالحديث الشريف يقول الجن والشياطين كذا ليس لها أي سلطة على البشر بحيث يتحكم فيه ويسير كما يشاء لا يستطيع ذلك إرادة الإنسان هي التي تحركه ليس هناك إنسان مسعور أبدا لا تصدق بذلك أنت حينما لا تصدق يعني ما ذكرت يقول إذا جبن آل مسعودي بس يقول إذا قوي القلب لا يرى مثل هذه الأخيرة أبدا لأنه قوي القلب متأكد ما كهذا شايد فأنت لا تصدق وستذهب عنك جميعها بالنسبة لدكتور عباس السحر في القرآن الكريم أنا ذكرت في مواقع السحر السحر وهي كل ما ذكر هو بهدف إدانتها ومن شر النفاثات في العقاد وطبعا هو حقيقة يعني السحر يعني هو أيضا بالنسبة للقرآن الكريم هو حمال في وجوه يعني السحر إذا استخدم كما ذكرت يعني مواد يرضعها في الطعام وشراء أكيد تؤثر تأثيرا كبيرا لكن إذا اكتفى بالكتابة والحرز والدعاء أو سوى بالمقبرة وعادة المكانات اللي يختبئ بها السحر أو يوصون بقيام السحر وليس شفت فيديو يعني وحدة ذاهبة ذهبت إلى المقبر ورافزيها أهل المرحوم ورايح مدري يعني استطاعوا أن يعني يصوروا يصوروا هذه المرأة الساذجة الغذية وجايب أيضا الأشياء وكذا وأشياء طبعا لا علاقة بينها مثل ما ذكرت يعني جوز كبدة سور أو مثلا إلى آخرين من هذه الأشياء جياء يمكن تحقيقها كلها هذه كما ذكرت يعني لا تصدق بها أو ليس لها أي تأثير لا على المرحم لأن المرحم هو بعض راح ولا على ذويه لكن إذا فعلا دخلت يعني مثلا هي ضمن الأسرة وبدأت يعني تضع شيء في شراب وطعام الأسرة طبعا راح تأث التأثير كبير لكن التأثير ليس بسبب الأشياء والجن وهاروت وماروت وهذا شي اسمه هذا زيتون ابن بجيس أو ذاك ابن مدرياهو هذا لا شأن لهم ولا تأثير لديهم على البشر على وجه الإطلاق فقط لا تصدق هنا الأوروبيون يعيشون بدون هذا يعني ما يؤمن يعني لا تقول يضحك على كل ومعان بعضهم قدي فعلا هذه الأفكار يعني تتعايش مع تفكير سحري من نوع خاص آخر مختلف بالنسبة إذن ذكر السحر يا دكتور عباس بهدف إدانته علميا يعني السحر غير موجود كما ذكرت لأنه عقد صلاة غير منطقية بأن أشياء لا لا علاقته بينها يعني أنا منجم بالسماء وبرج بالسماء يعني أنا أصدق أنه ما يجري على البرج يجري علي أنا ومعرفة مصيري أنا بناء على البرج لا طبعا بنسبة دكتور صادق تميمي مرحبا فاضل صالح السامر الرائد الرسني في مرحلة البكالوريو الرسناء صرف هو رجل الأستاذ الصرف من نحو الصرف وليس مثله رجل في هذا المجال في اختصاصه رجل مخلص في اختصاصه أنا أقدر ذلك وأظن ما زال يعيش يمكن الإمارات يقدم برنامج يقدم برنامج وهو الآن نحوي القرآن الأول في العالم العربي إعجاز القرآن كذا هو الآن مختص في بيان الإعجاز القرآني لغويا هو واحد من أكبر الأسماع في هذا المجال أستاذ الفاضل والله درسني رجل مخلص وأنا كنت أعرض عليه بعض شعري كنت أكتب شعر بالبكالوريوس أطال الله عمره القطير بالنسبة لدكتورة أنسان كيف يميز الإنسان العادي أن يعرف أنه مسهور أنا أقولش ما مسهور لا أحد مسهور نهائيا أبدا لا تصدقي ذلك فقط أنكري ذلك وفسري أو فكري تفكيرا منطقيا شيء لا يعارض العقل ولا تسمح لأحد أن يتدخل في طعامك وشرابك لن يؤثر عليك أحد على وجه الإطلاق وإذا كان هناك في الأسرة زعبلاوي أو زعبلاوية تجنبيهما يعني تجنب الزعبلاوي والزعبلاوية طبعا ما دلتعذير هذا مفهوم يعني واحد يفكر طريقة خرافية يعني تجنب ربما يؤثر عليك لأن أنت مثلا أنا مرة شفت فيلم مرعب حقيقة نفس اللي لك قمت خاف يعني بالإيحاء أي يعني يعني جوجي خوفوك ربش الساحر ثو كذا لا أبدا ولا تنظر لهم ولا أبدا ولا تفكر بيك طبعا دكتور جبار أي فعلا الفن الساحر كأن فيه ساحر كأن فيه ساحر أن يعمل شيئا لا تتوقعه وفعلا بماكبث لشاكسفير دور الساحرات وأنه لا ينكسر إلا إذا تحركت الأشجار هي الحقيقة الأشجار لا تتحرك لكن لكن فيه كان حيلة عسكرية يعني كان هو ماكبث قائد قائد للملك قائد الملك لكن كان خادعا يعني أخذ منصب الملك بصفة خائن الحقيقة فتحركت الأشجار أيضا هو بمنطق الساحرات وهو الحقيقة أنه القائد أذكا من ماكبث اللي جاء قال لهم اقتلعوا الأشجار واختبؤوا لجنود اختبؤوا خلفها إلى أن كسروا ماكبث ويعني تخلصوا منه جاء ابناء الملك الحقيقة السحر الأمنية لم تتحقق الفكايات ايه تمام يعني هذا دور الحكايات أيضا حتى دور الحلم بالمناسبة يعني الحلم هو يحقق رغبات ممنوعة خصوصا في مجال الجنس حتى مجال الأكل مساكن الفقراء فالأجل ما يأكلوا فيراء أنواع الأطعمة مثلا نحن شبعانين نشوف الأكل بالحلم ربما شو أشياء أخرى محروم على كل حال مسرحية أخرى ساحرات سان لميلر تمام السلطة السياسية والسلطة الدينية تكره السحرة والسحرة يكرهونهم لأنهم حقيقة يلفتون نظر الناس كثيرا لأن الحقيقة المتدين المرتاح يعني يأكل كل شيء ليه جل يفسر كل شيء وهذا يقف عند هذا الحقيقة أحيانا يقول هناك ظاهرة ماما أقول هاي حكث ما تناقش بس تناقش يقول لك فالذلك يتجنب عن تناقشه لكن السحر لا السحر يدعي أنه يلعب بمظاهر الطبيعة معناه هناك شياطين وجن أشرار هو يتعامل معه هم يحققون له يعني أماني الناس من زبائني السحر يوفق لا أبدا يعني هو يأتي يوم يعني هو مثلا حقيقة هو يجد مرتعا له السحر في البيئات المسكينة الفقيرة لأنه يعوضهم كأنما يريد الواحد يعني يحرق مراحل على تعبير ماركس يحرق مراحل حتى يصل إلى بغيته لكن هذا بستحيل على قولة هذا اللي قرأت لكم شعرة يقول الرزق الكسب ما يأتي إلا في البيع والشرع هو كان والتجارة يعني عنده وهو السحر لا أبدا ولذلك هو يقل كثيرا بالمجتمعات المتقدمة المتنورة بالنسبة لأخ عبدالعليم طبعا نحن نفرق بين خداع البصر والسحر خداع البصر غير السحر هذا يدخل مجال آخر بالنسبة ديفيد كفر فيلد هاي رواية شارلز ديكنز وأظن أنه كتبها من الذاكر كتبها في الفقر التاسع عشر وفيها هذه المظاهر اللي ذكرها لأخ عبدالعليم لا 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 تصدق بها هي اجتراضات أو كذا ويعني هي تستند إلى مسألة خداع البصر هي خداع بصر خصوصا إذا الشيء اللي يشوف بال مو اللي يشوف وجه اللي وجه طبعا لا تصدق بشيء تسمعوه أو حتى تره على الشاشة سواء شاشة كومبيوتر سينما كذا لأنهم يستطيعون اللعب بحيث أنت ترى وجه الشخص على الجسم جسم آخر مثلا لا تصدق بها وتعرفون هي حتى هاي بصائط الأملاقة هي وسيلة اللي أيضا لإشارة السحر للأسف يعني هي من باب الطرافة وسيلة علمية هي تروج وسيلة سحرية وبدل ما تكون هي وسيلة لنقل العلم هي بدأت وسيلة لنقل الجهد لكن هي هو أي شيء بهذه الحياة حقيقة فهو فيه جانب سلبي وإشار يعني حتى هذي سكين المطبخ هذه الموجودة هي ممكن تقتل إنسان لكن ممكن تقشر بها تفاحة وتقشر بها شيء ينفع يعني ممكن شيء بالحياة بجانب سلبي وإيجاد لنأخذ بجانب الإيجاد بالنسبة أي هو الخيال العلمي تمام أنا ذكرت أنا قبل هو البساطة السحري والحصص ألف ليلة والإحكاة والمرعات السحرية وأشياء أخرى توحي بهذه المخترعات الحديثة اللي أصبحت حقيقة في عصرنا هذا المرة أخرى التفكير السحري يمثل قفولة العقل البشري وهو يعتمد على صلاة بين أشياء لا رابط منطقي بينها على وجه الإطلاق إذا رأيت هكذا تفكير قال لك أنت مثلا هاي والله رجلية حكمي يمكن ذكروني بسوء أو ذكروني مدري وين استحيل هذا وإذا حصل هذا يعني فمن باب الصدق المصادر وإلا نلغي عقوله نقول هاي العقول كله نلغي النجازات لا يبغي أن نأخذ بالتفكير العلمي اللي بنسبة حقيقة الدكتور أحمي يعني بنية العقل العلمي بالمفهول معاصر تتناقض مع بنية العقل أكيد تتناقض لكنه لا يخلو من العقل السعلي نعم ذكرت أنه هاي ممكن المراحل الأربعة أنا ذكرته لك دكتور أحمد يعني هو ببلة أنا في ماليزيا المسؤول عن كومبيوترات في جامعة من جامعات ماليزيا يمكن بكوالا لامبور يعني العاصمة المسؤول عنها هو نخلي يعني فضلات بقرة على جبهته سألت قال لي هذا فضلات بقرة لأنه يوم بقرة إله لكنه بنفس الوقت يدير كل كومبيوترات الجامع نعم يتعايش الفكر السحري مع الفكر العلمي تمام وهو متدين على طريقته وهو متدين على طريقته هذا إذن الدين زاد علم زاد السحر وعنده أكيد مثلا الفلسفة بالحياة المتعايش المراحل الأربعة المراحل تطور الفكر البشري ممكن جدا نعم متعايش كله هذه ولذلك هو الإنسان حقيقة مزيج يعني مزيج عجيب من الخير والشار والأفكار الميتة البعيدة والأفكار الجديدة بناء على خبراته وبناء على ما يسمعه وكثيرا ما سمعنا من الخرافات والأشياء التي لا تصدق لكن أنت الآن في هذه المرحلة يفترض أن تكون رائدا في هذا المجال وأن لا تصدق بغير عقلك أولا وإن كان الأعيب الفلسفة يقول لك أنت حط القلم يقول لك حواسك قد تغدعك يعني تضع القلم هذا في في الماء تراه منك كسرا لا هو عدل ومكسب عزيز فإذن حواسك تغشك أو تغدعك لا هذا أيضا ظاهر علمي يمكن تفسيره يعني هذا الانكسار يمكن تفسيره لا مناص من التفكير العلمي في أصره لا مناص وينبغي أن ننبذ التفكير السحري وأن لا نصدق به وأن لا تصدق به حكاية جاءتك من فلان أو علان وإنما ينبغي أن تراه بنفسك ويتجرب هذا الشيء ويتتأكد منه فإذا رأيت عيانا لا بد لهم التفسير عني لا بد له يعني ليس هناك مجال الآن للمعجزات لم نرى معجزة في الحياة يعني إذا رأينا معجزة لا بس يعني لا بس حتى بعد يغير أفكار بناء على هذه المعجزة لكن لا معجزة في أصره العلم هو معجزة العقل الإنساني الآن أصبح ومعجزة العقل دكتور أحمد على سوء وإننا أيضا ندينه حينما يتجه ليس العلم وإنما الاستخدام الإنسان السيء لأستاذ عفاف يعني تعقيد ساحرات في أوروبا نعم بس تسع ملايين يا أستاذ عفاف تسع ملايين جدا كثير ويجوز أوروبا كلما كانت تسع ملايين لا أيضا ذكرت في أفريقيا أعتقد في كل العالم تقصد وعلى مدى التاريخ لا لا هو عدد خلنقول عدد كثير نقول بالآلة لا قلت سعب الآن مهم لا هذا ما مشكلة على العدد بس نعم يعني هو الحقيقة هو الساحر محير بالنسبة للسلطة ولذلك يقال أنه الساحر هو سلف السياسي السياسي محتال والساحر محتال يخاف من هذا المحتال المحتال يخاف من محتال والمتدين يتورط لما يصير ساحر يعني بعد ظهور الأديان الثلاثة ووضوح الرؤية يتورط يعني أنه يفقد المشيتين تماما يعني لا هو متدين على وجه ولا هو ساحر على وجه وعقاب الكنيسة أنها تحرق الساحر أو الساحرة وعقاب الساحر في الإسلام أنه يقتل بالسيف وحصل هذا زمن عمر بن الخرطة قتل أحد الساحرة في زمانه يعني قتل رأسه ما تخبر الله وذكرت الطريقة السحرية اللي حمرها بعالج فيها في الساحرة المتهم والمتهم هكما وردت في ألواح البابلية تمام دكتورة أمل الأسدي تفضلي تفضلي دكتورة مساء الخير مساء الخير حياة طيبة لكم طبعا أنا عذرا يعني وصلت متأخرة انضممت إلى الجلسة ففاتني كثير لكن من خلال المداخلات يعني كونت صورة عن الموضوع أنا أخشى أنه اليوم على طريقة خالة نوسى في العفلان تظهر لنا خالة نوسى وتقول لنا من قال لكم أن السحر غير موجود على كل قل لنا قل لها أنا قل لها أنا نعم نحن نرسلها لك يعني نحتاج عنوارك حتى نقول ها قل لها أنا يعني إلى أي حد ترى أنه المجتمع الآن يتأثر بهذه يعني مفهوم السحر وتمظهراته ولماذا يبحث عنه يعني لم لم يعد من المجدي الآن أن نخبرهم أنه هذا غير صحيح وهذا موجود لماذا؟ لأنه لديهم نصوص في مخيل لها سلطة عليهم إلى الآن يعني قضية النبي سليمان قصة النبي سليمان قصة زليخة والنبي يوسف قصة زوجة النبي زوجة النبي إبراهيم يعني كثيرة قصص كثيرة لها سلطة ثم حتى قضية خلع باب أمير المؤمن هناك من يراها خلع باب خيبر هناك من يعني وجهها توجه آخر هذه النصوص إلى الآن يعني إلى الآن يعني تعامل الفرد مهما كانت درجته العلمية يعني أنا قبل قبل شهور عددنا ندوة في مركز كربلا للدراسات والبحث تحت عنوان العلم الفلك مجتمعنا بين علم الفلك والخرافة والتنجيم حضرها 500 شخص يعني فالعدد يعني إذن نحن بحاجة إلى الكثير من هذه المحاضرات والندوات لأنه هناك توجه هناك يعني ربما يعني هناك علاقة عكسية يعني كلما ازداد الوعي وارتفع منسوب الوعي كلما انحسر السحر لا أدري كنت يعني توافق نعم ولكن يعني أنا ربما ما دمت أنا آخر مداخلة يعني سأروي لكم قصة بالنسبة لإعلاقة السلطة بالسحرة قصة قريبة قد شهدته يعني جزء منها يعني شهدته بعيني أنه عندما كان يعني في الزمن البائد الزمن البائد زمن الحقبة السابقة أحد الأخوة المظلومين يعني تعرض للسجن وتعرض لحكم فاقترح عليها أحد الأشخاص اللي هو أيضا تعال أخذك إلى فلان سيد ناجي معروف الكاظمية هذا يعني يقول لما دخلت أنا وجدت خريطة على الحاوط فيها أسماء كل المسؤولين زوجاتهم أمهاتهم يثبت كلها موجودة عندهم المهم في النهاية يعني أعطاه خاتم هذا الخاتم سبيل نجاة البس هذا الخاتم بحجر فيروز فهذا الرجل وهو أيضا يعني الضحية المسجون متدين ويعني لكن في ذلك اللحظة هو متدين وأيضا عالم يعني متعلم عفوا وصاحب شهادة عليا لكن في تلك اللحظة ربما يعني يبحث عن قشة يعني لتنقذه وفرد وضع هذا الخاتم في يدي يقول في الليل وأنا يعني دعوت وصليت الله صليت إلى الله ودعوت طلبت من الإمام علي في المحجر فوجدت الإمام علي كأنه يزورني فقال ما هذا يعني أنت تريد الدنيا أن تريد أن تأتي معنا قال أنا معكم إذن قال له الإمام إذن طلق الدنيا بثلاث بهذا النص عندما أخبرت هذه العبارة وضع يده على كفي وسحب الخاتم يقول فأنا استيقظت منهم يقول عندما استيقظت وجدت الخاتم مقسوم نصفين بالنسبة للخاتم أنا رأيته بعيني أن الخاتم مفلوق يعني نصفين مقسوم نصفين وهو الرجل يعني استشهد أعدم وبقيت هذه الحكاية في ذهني سبحان الله إذن الآن لحد الآن هناك سمطة في هذه السحر وهذه الغيبيات سمطة على الإنسان حتى المتدين ربما لا يستطيع أن يعصم نفسه وباعتبار أنا الآن شاهد بمجرد ضغطة واحدة تنزل لك كثيرة كتب طلاسم وكذا يبدئها بعبارة دينية مسبوكة وأشياء وهذه الطلاسم والحروف وعجيبة غريبة أحسنت فكرة جميلة أعتقد فكرة أنه النصوص وأهمية النصوص التي ما زالت تحرك مجتمعاتنا ما هو الموقف أمامه دكتور صبري أعتقد شكرا بضبط أنه نحتاج إلى تجديد التعامل مع النص المقدس حتى نخلص الإنسان من هذه السلطة التي توجه توجه عكسي يعني بعكس المراد من النص نعم أحسنتي دكتور شكرا شكرا دكتور أمل أسدي عياك الله أنت تقولين ليس من المجدي لا والله مجدي يجدي ويجدي ونحن مصرون على أنه يجدي بمعنى ينفع ما نذكره نعم يجدي إذا كثفنا الجهود يعني وهناك أصبحت عمل ونظم إن شاء الله يعني ربما نعم أنا فقط وذاتا أشير إلى أنه التفريق بين المعجزة والسحر مهم جدا يعني اللي ورد في القرآن الكريم هو معجزة وليس سحرة والمعجزة شيء خارق عن الطبيعة يحصل بإرادة الله فهو إذن لا يدخل في مجال السحر نعم واضح دكتور بس اسمح ليهم يعني هو التعاطي التفريق بين المعجزة المادية والسحر هذه المنطقة فيها ضبابية بالنسبة للمتلقي والحد الآن لا يفهم أنه عندما كانت معجزة معنوية أنت تطورت وفكرك تطور يعني الله عاملك بشيء آخر من المعجزة معجزة نعم شكرا دكتورة مسألة موسى هذه معجزة وليست سحر يعني أفعى موسى عصى موسى التي تحولت إلى أفعى حقيقية أو أفعى يراها الناس كأنها أفعى هي معجزة وليست سحر لكن السحر السحر ولذلك بسهولة ندحره بالنسبة للحكاية التي ذكرتها هي سماعية وربما لا تكون صحيحة ربما تكون وهو في الحلم ضرب شيئا وانكسر الخاتم أما الإمام عليه السلام جاء فعلا لهذا الشخص تحديدا وهو بعدين مات يعني الحكاية هذه لا تصدقي فيها يعني ليست صحيحة وإذا هي وصلتك مع مبالغات لا تصدق بشيء تسمعه على وجه الإطلاق هذا بنخلدوني يقول ونحن نقول أيضا إذا لم ترى الشيء عياني إذا رأيت الشيء عياني إذا لم تجد له تفسيرا علميا يمكن أن نتناقش في هذا بالنسبة للسلطة السابقة والسهر والله أنا تمام سمعت عن هذا يعني كان بالطوب شيء وحدة امرأة وقال أنه عمية يمكن كان يأتيها منذ زمن أحمد أحسن البكر وهم عقليات بسيطة حتى زمن صد ينبون إليها ويستشيرونها وعلى أساس عدها بما سيحصل في المستقبل ونحن نعرف لا هي ولا جدوة يستطيع ذلك قل لا يلعمل غيمن في السماوات والأرض هذا الشيء الذي ينبغي أن نصدقه يعني هذا سواء في أدبياتنا الدينية أو في هذا العلم الحديث لا يستطيع أن يتوقع على وجه الإطلاق هذا السونامي يوميا يقولوني جوبة بكرة راح كذا وفعلا فيما أيضا فيما يشبه السحر يقول لك فكرة تمطل بس لان ساعة فعلا لكن أحيانا ما تنبؤوا مثلا السونامي لأهلك كثير من الناس البريئين مثلا وقد لا يتنبؤون إذا كارفة جاءت مثل السونامي مضروبة في مئة وتنهي البشري وبعد لاني قاش بعد ذلك يعني إذن الكون هذا عجيب حقيقة بس أنت ينبغي أن تفرق أولا بين المعجزة والسحر معجزة غير السحر هذا واحد الذي ورد في القرآن كريمه معجزات وليس السحر بالنسبة للسلطة السابقة والسحرهم وكلهم يعني ببساطة يعني أم أسكر سواء أحمد حسين البكر أو هذا المتخلف الذي كان طالب فاشل صدان حسين هو أيضا عقلية خزع بلاوية والدليل أنه هو بشكل غير منطقي دخل شجعه يمكن عبد جبار عقار يعني عنده الربابي ثلاثين دولة وحنا وحدنا طيط 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 الربابة هذي الربابة ثلاثين دولة يعني مبين النتيجة أنت تواجه ثلاثين دولة ماذا سيحصل مثل أنت وتواجه لوري بالبلا يعني يسير ميت كيلومتر بالساعة العلمية شي يحصل طبعا يحصل اللي يحصل للعراق المسكين المبتلى بقياداته ألا أكل هلا نري أحسنت دكتور يعني هذا الخلط بين المقدس والسهر هاي المشكلة حقيقية يعني السهر هو محتال كما ذكرنا يبدأها بسم الله الرحمن الرحيم وبآية هاي هي المشكلة تقول لها أنت كذاب ومحتال وكذا وما عندك أي قدرة يتهمك بالكفر ماذا يعني نقول لك هاي آيات وهي الآيات تفعل طبعا فعل نفسي طبعا يعني أنت خصوصا ذا مجال محبة كذا ومرة أساذجة وتقول لها تقرين هاي الآيات مثلا كل يوم ودارين زوجة ديني فالش عالية وين تعرف شك وياها آيات أي ممكن بس بس مو الفعل مو للآيات الآيات ما أخلي قتلي حتى المحبة والكرة هي لها وظيفة أخرى المهم هذا الخلط بين خطير المقدس والسحر يعني مثلا مثلا نقول لك حايط مال مثلا بنات الحسن كثيرات حايط مال بنت الحسن فلان ويضعوا المذور لها وكذا يعني وهي بنات الحسن هناك كثار على أساس هناك يعني كلام مسموع هذا وليس لا أظن صحيح الإمام الحسن عليه السلام كان يطلق كثير من مساحته أنه قال هاي عريب تخطبو لي قد لا يكون صحيح لكن المسألة شنو يعني من أين جاءت هاي القابلية لبنت الحسن حسن نسوم كل هذا أو مثلا بايسيكل أو ماطورسيكل أو عربانة ويقول لك هاي مبروكة ويشدون بها علق وكذا يعني كيف تصدق هذا يعني إلا إذا ألغيت عقلك لا تلغي عقلك لا تصدق لكل هذا ممكن السؤال صغير دكتور إذا ممكن نعم نعم دكتور عدخال القلم ممنوع كذا يعني وهذه الكبت اللي عندها أنه وصل بها الحال أنه تكتب مرات بعض الأشياء هناك هل أنت مع أنه فعلا المرأة هي أكثر ميالة لهذه الجوانب ليس بالضرورة أولا هناك رجال أكثر خزع بلاوية من المرأة أنا أقول بس فقط عفوا دكتور أحمد لأنه هي تحت الضغط ربما هذا يحصل أنه هي أكثر لأن الرجل يمكن عنده حرية أو ساعة فضل دكتور أحمد يعني لا أنا أميل إلى إجابة أخرى أنا أقول أنه ساحرات يعني فقط والرجل مسحور لا شكرا شكرا جزيلا لهذه المحاضرة أنا أختم بالشكر لهذه المنصة الصالون العراقي على هذه على هذا الفضاء الذي يفتح أمامنا للوعي والفكر والمناقشة شكرا لك أستاذنا الكبير على ما قدمته من محاضرة علمية تراثية فكرية ناوشت كل المجالات ولم تقلو من روح الفكاهة ومن كل ما يمتع العقل والقلب والروح ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر